أنا جاي فتري باتناج بكارت الناد الأهلي هيجيبلك البتناج بتاعات الناد الأهلي من البنك سايب للأهلوية والأهلي البنك سايب دايما معاك دايما أهلي دايما كنت بلعب كله ماتش كأنه أول ماتش الكرة دي بالنسبة لي مش لعبة دي أول حض بعد لم يستوع أنا فاكر ليلة أول يوم اختبرات في الأهلي ما نيمتش واللي أول يوم على الفريق الأول أول يوم احتراف في بلق جديدة وأول بطولة رفعة كاس واللي أول مرة ألب الشرط الكابتل على أول مرة عمرها ما تتنسي زي أول مرة أكل رو بطاطس ما أرمشها بجد وطعمها ما يتنسيش رو كل مرة زي أول مرة رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر الطبيعي تاكله موسيقى زي ما جمهور الأهلي حافز تاريخه بطولاته لعبته بالأسماء بنك سيب من سنين وهو في دار نادي الأهلي مجهود وعطاه بنك سيب دايما معاك دايما أهلي ايديكي مش فاضيه؟ شلت أوزان بس مش هاي المحفظة عاش شهي لوك الليه لو ما حد الشال معاك على تول مستعجلة؟ مينفعش تلميسي حاجة؟ بلوكوا إيه؟ هاتوا صعيب بيباند إصور الدفع الزكية وبنفس أمان الكارت اه وكمان وتربط دائماً كنت بلعب كله ماتش كأنه أول ماتش الكرة دي بالنسبة لي مش لعبة دي أول حض بعد لم يستبع أنا فاكر ليلة أول يوم اختبرات في الأهلي من يمتش ولا أول يوم على الفرية الأول أول يوم احتراف في بلقة جديدة لا أول بطول عرف هات كاس ولا أول مرة ألبش شرط الكابتل حلاوت أول مرة عمرها ما تتنسي زي أول مرة أكل رو بطاطس ما يرمشها بجد وطعمها ما يتنسيش رو كل مرة زي أول مرة رو أول بطاطس كاتل كوكت في مصر الطبيعي تاكله رحمن الرحيم عشاء ومتابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صهر رمضانية وقمة دوري الشباب الأهلي يستضيف نادي الزمالك على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر دمن لقاءات المرحلة رقم 32 لقاء كمة بصرف النظر عن فارق الأرقام والإحصائيات الفنية قبل مواجهة اليوم المرتقبة لفريق الشباب للأحمر والأبيض طائم تحكيم النهاردة بقيادة أحمد الغندور والاثنين المساعدين اللي ظهر قدامنا على الشاشة هاني خيري وأحمد عبد الغني إنما خلينا في المقدمة الفنية والأرقام وتشكيلة الاثنين المدربين محمد شرف المدير الفني للأهلوية ومحمد سابت المدير الفني لنادي الزمالك هيبدأ النادي الأهلي النهاردة في حراسة المرمى حمزة علاء ويلعب قدامه أربعة في المناطق الدفاعية أحمد سيد عبد النبي وهاني عمر جلال فارس ومحمد أشرف ومن قدامهم كريم صعد الله قادل فرقيتين بدأوا يستعدوا لي النزول وإحنا بنقول تشكيلة النادي الأهلي اللي هيبدأوا بيها المواجهة المرتقبة واللي هيكون لها دور كبير جدا في حسم اللقب في منافسة شرسة مع فريق طلاقع الجيش كريم صعد الله وأحمد أشرف اتنين قدام المناطق الدفاعية ثلاثة في مناطق صناعة اللعب زياد طارق ومحمد فخري أحمد سيد غريب ومن قدامهم المهاجم الصريح علي عمر على دكة بدلاء النادي الأهل النهاردة عاصم سليم حارس بديل لحمز علاء ويوسف محمد طه محمود أحمد نبيل كوكا ومحمد نصير أحمد سابت وحسام عبد العزيز عمر رزق وصالح ناصر الناحية الثانية نادي الزمالك بادئ بزياد أسامة في حراسة المرمى ويلعب قدامه أربعة في المناطق الدفاعية حاتم محمد ومحمد طارق حسام عبد المجيد رضا محمد ومن قدامهم محمد حمدي ليبرو مقلوب طريقة لعب الجهاز الفني لنادي الزمالك النهاردة محمد الخضري ومحمد حسام بيسو اتنين جنب محمد حمدي ومن قدامهم بقى الرباعي كريم عبد الحق يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف دي تشكيلة نادي الزمالك ومعاهم على الدكة محمد جميل وطاهر هشام محمد السعيد أدهم محمود الشهير بالخواجة وأحمد إبراهيم علي خالد إبراهيم محمد ومصطفى طارق مصطفى ومصطفى خالد فؤاد مصطفى طارق مصطفى نجل نجم نادي الزمالك الدولي والمدرب الكبير الكابتن طارق مصطفى والنهاردة موجود أكتر من لاعب في الملعب سواء في تشكيلة نادي الزمالك أولاد النجوم بقى اللي بيكملوا المسيرة في القرى المصرية إنما خلينا برضو بسرعة نقول الأرقام قبل مواجهة النهاردة النادي الأهلي في المركز الثاني زي ما قلت لحضراتكم المنافسة هتكون شرسة مع طلاع الجيش المتصدر بفارق نقطتين الأهلي عنده 64 نقطة بسجلين 62 جون تاني أقوى قدرات هجومية في المسابقة عليهم 36 هدف الناحية الثانية نادي الزمالك قلنا لقاء كم رغم أنه هو بعيد تماما بالأرقام في المركز الـ 11 44 نقطة اللي حصل لهم كده دروب بالموسم الحالي وجد كابتن محمد سابت كمل المسيرة من شهر يناير برضو الناحية الثانية الكابتن محمد شرف كمل مكان الكابتن عمرو أنور اللي انتقل لتدريب فريق الاتصالات الفريق الأول آد أحمد الغندور حكمنا الدولي مع الاثنين الكاباتن أحمد أشرف كابتن النادي الأهلي والناحية الثانية حسام أشرف مش إخوات طبعا إنما هي جات كده النهاردة اللي اتنين الكاباتن في لقاء القمة بقول لحضراتكم وتبقى لقاءات الأهلي والزمالك لقاءات قمة على كل المستويات حتى لو فريق مدرسة الكورة إنما ده فريق الشباب اللي فيه عناصر كتير بتتضرب وبتشارك مع الفريق الأول نادي الأهلي النهاردة هنعيد التشكيلة مرة تانية دخلنا بادري على أجواء اللقاء إنما كانت فرصة نقول المقدمة الفنية ونقول موقف الفرئتين قبل لقاء المرحلة رقم اتنين وتلاتين هيتبقى لقائين على نهاية المسابقة الأهلي هيبقى بقى لقاء القمة الحقيقي بالأرقام أمام طلاع الجيش إن شاء الله الإسبوع القادم في ملعب الجيش استاد جهاز الرياضة العسكري في المرحلة رقم تلاتة وتلاتين قاد الكابتن هاني خيري بيتطمن كده على الشبكة ملعب النادي الأهلي بمدينة ناصر اللي بيصطدين في النهاردة اللقاء الرمضاني لقمة الشباب فريق ألفين وواحد اللي فين جوم تابعناهم لما شاركوا مع النادي الأهلي في بطولة كسر ربطاء معظم العناصر اللي موجودة دي شفناها كلنا وكان قرار ليه الجهاز الفني للفريق الأول إنه هو يدي فرصة للشباب وتقلق أكتر من لاعب كان موجود زياد طارق تقلق بشكل كويس هو محمد مغربي المساك اللي انتقل مع زميله محمد ياسر إلى الدور التشيكي على سبيل الإعارة هياخدوا خبرات كبيرة ويرجعوا تاني وهنقول كل الكلام ده بقى بالتفصيل أثناء المواجهة المهمة النهاردة للنادي الأهلي اللي هيكون عليهم ضغط كبير عشان يحسموا اللقب الناحية التانية نادي الزمالك هيلعب بارتياحية ما علهوش أي ضغوط فيه المواجهة قلت لحضراتكم بعد ما تواجد فيه المركز الـ 11 بـ 44 نقطة ما حققوش غير عشر انتصارات فقط لغير كان بيقودهم كابتن محمد مصطفى في بداية الموسم ولكن تم تغيير الجهاز الفني اللي بدأ كده كابتن محمد سابت وجهازه الفني كابتن منتصر الجداي والكابتن أحمد زكريا ومعهم الكابتن محمد عبد الجواد كابتن حمد يوسف إداري الفريق النشط اللي ادانا التشكيل النهاردة قبل اللقاء ومصطفى عزب في العلاج الطبيعي ومعهم كمان رفعة حمدي مهمات الملاعب الناحية الثانية جهاز الفني للنادي الأهل بسرعة كده برضو بنكمل عشان أثناء اللقاء نسيب كل الحكايات والأرقام كابتن محمد شرف ومعاك كابتن أحمد عبد الظاهر اللي بيقوده الفريق معهم الكابتن أحمد عبدالله إداري وكابتن محمد السيد أخصاء التدليق طبعا بروكيتش هو مدير فني قطاع الناشئين رئيس قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو في النادي الأهلي كل الأمنيات الطيبة بتسعين دياء يمتعونا ويكون لقاء كمة حقيقي على نفس مستويات الفريق الأول نشوف النهاردة نجوم الأحمر والأبيض فيه مواجهة مهمة جدا حصريا على شاشة النادي الأهلي عليمنا الأهلي بتشكلته اللي هنعيدها بسرعة تاني حمزة علاء أحمد سيد عبدالنبي هاني عمر جلال فارس محمد أشرف كريم صعد الله قادي ضربة البداية يرجع بي أحمد سيد غريب على وسط ملعبه عند كابتن التيم أحمد أشرف يروح بيها لمحمد أشرف في جبهة اليسرى تمريرة ولكن خارج الخطوط إلى رمي التماس نكمل تشكلة الأهلوية كريم صعد الله وأحمد أشرف زياد طارق محمد فخري أحمد سيد غريب علي عمر تلعب رمي التماس أحمد أشرف يحطها تاني في وسط الملعب يشتت من الناحية التانية أمامية محمد حمدي إنما تروح تماس في الناحية العكسية مرة هنا ومرة هنا هناك عند أحمد عبد النبي يرجع لورا جلال فارس عند حمز علاء اللي موجود النهاردة على الدكة عاصم سليم باديل لي في الجبهة الشمال تتلعب على طول الكرة من محمد أشرف على وسط ملعبه لأحمد أشرف فيه النهاردة محمد أشرف اللي بيلعب فيه الجبهة اليسرى وأحمد أشرف لعب الوسط لعب القرة تاني أمامية في اتجاه محمد فخري اللي هيقدم واجباته الهجومية ويجي متأخر كده من برى الصندوق مقطوع القرة مرة تانية لنادي الزمالك في الطرف الشمال عند حاتم محمد إنما يسيطر عليها الأهلوية على وسط الملعب لأحمد أشرف تاني للخلف إلى جلال فارس يسيبها لأحمد طلع على طول قلب الدفاع حسام عبد المجيد إنما مستنيها أحمد عبد النبي ولا جلال فارس هو اللي بيرجع لورا عند حمزة علاء يرده له تاني استلم جلال يتضغط عليه وجاي رضا محمد من وسط ملعبه إنما بداية جديدة لصالح النادي الأهلي تتلعب تاني من محمد أشرف في ناك في الناحية العكسية غيره اتجاه اللعب حل وقوي ممكن عرضية جوال 18 إنما يطلع الدفاع عن طريق محمد طارق إلى خارج الملعب بداية هادي أول ديئتين كريم سعد الله يستلم أحمد أشرف هو اللي هيبصم على كل كورة هو النقطة المحورية في الأداء لعب الارتكاز اللي هيبدأ يشتغل يسلم ويستلم وهو هيكون البدايات التحضرية كلها من عنده أحمد أشرف لعب النادي الأهلي رقم عشرة هادي واحدة أمامية تاني عن دفاخري إنما يضغط عليه حاتم محمد يخلص المواقف الدفاعي يرجع لورا محمد حمدي اللي بقول لحضراتكم النهاردة كأن الكابتن محمد سابت بيلعب بخمسة في المناطق الدفاعية هنلاقي على طول محمد حمدي بيرجع مع السنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد آخر لقاء لنادي الزمالك خصارة أمام الاتحاد 1-2 والنادي الأهلي قدر يفوز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في الإسبوع رقم 31 نهاردة قلت لحضراتكم واحدة من لقاءات المرحلة رقم 32 محمد فخري يستلم راجع لورا الخضري لعيبة نادي الزمالك الأبيض كله بيقرب من الثمانتاشر دفاعيا تزديدة من بعيد حاب بيجرب أحمد أشرف ولكن تصطدم هيطلعوا كرة برة لغاية ما يتطمنوا على زميلهم سلامات وعلى الأرض حسام عبد المجيد الاتنين المساكين النهاردة قلت لحضراتكم حسام مع محمد طارق وادي بينادي زياد أسامة والكبتن أحمد الغندور للجهاز الطبي لنادي الزمالك أول أربع دقائق من بداية لقاء الأهلي والزمالك فريق 2001 في دور الشباب دور الجمهورية اللي بيتصدروا لغاية دلوقتي طلاق على الجيش زي ما قلت لحضراتكم ب66 نقطة ومنافسة شارسة مع النادي الأهلي صاحب ال64 نقطة وهيكون بينهم لقاء الأسبوع القادم هيبقى لقاء قمة حقيقي بقى بالأرقام يجي وراهم نادي أمبي 59 نقطة ولكن خلاص بيقرب كده الأهلي والجيش من حسم اللقب ما قولين العرب والاتحاد رابع وخامس في آخر الجدول بقى هناخد شوية من فوق وشوية من تحت كده فريق كوكاكولا متزيل الجدول صاحب الأرقام السلبية وقابليه الشرقية للدخان والبنك الأهلي قادي آخر 3 فرق في جدول الترتيب من 18 فريق روح الودة هي بين اللعيبة اللي موجودين في الملعب كل اللعيبة بتسلم على بعض سواء قبل اللقاء أو لما كرة توقف كده ودي حاجة كويسة قوي عايزين ده اللي يفضل معنا في الملعب مش عايزين بقى إعلامي يطلع يعمل لك دربكة ويقعد يتكلم كلام ملوش لازمة وأول ما جمهور النادي الأهلي بس عشر دقايق الراجل رجع لورا وخلاه يفرفر مش عايزين حد يعمل فتنة بطولة ما لكش دعوة بيها النادي الأهلي بيمثل مصر نشوف الهاجمة وبعدين نكمل يرجع بيها الورا حسام عبد المجيد اللي عامل التخطية الدفاعية عند الزياد أسامة وأنا بتكلم على الحتة دي مهمة جدا الإعلام اللي عامل مشكلة بقال ويومين وبيتكلم على لقاء الأهلي والرجاء النادي الأهلي استقبلوه أحسن استقبال النهاردة في المغرب يطع كوي ساوي هاني عمر قلب الدفاع على جنب يلعبها عند أحمد عبد النبي ولكن تطلع برا إلى رمي التمس كل الأمنيات الطيبة للفري الأول بيقود البعثة ندم الكبير رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب اللي أي مهمة صعبة تلاقيه هو اللي متقدم على طول بعثة النادي الأهلي تلاقيه بأمامية نمى التخطية الدفاعية ريدا محمد ارتد الورى ويلمس ويطلع برا إلى رمي التمس تمس لصالح النادي الأهلي قادة كابتن محمد سابت اللي قام في المنطقة الفنية 51 سنة كابتن محمد سابت واحد من أبناء نادي الزمالك على فكرة لعب في كل مراحل الناشئين لغاية الفري الأول وليه تجارب على مستوى قادة كابتن محمد شرف ذاق اللي ظهر قدامنا دلوقتي بعد ما اتكلمنا على كابتن محمد سابت كابتن شرف 47 سنة ظهر مع النادي الأهلي مع الفري الأول في منتصف التسعينات كان بيلعب قلب يدفع محمد شرف تقب الكرة تاني على وسط الملعب أحمد أشرف يرجع لورى في اتجاه هاني عمر إلى حمزة علاء كور اللي بترجع لورى دي تعمل لك مشكلة لو قريب الفراودة بتوع الفرقة اللي قدامك كريم سعد الله نقطة الارتكاز يلعب أمامية إنما تمريرة مش مصبوطة يخضوها لعبة نادي الزمالك اللي تلموا وتكتلوا تلاتة في منطقة الوسط الملعب الخضري وحمدي وبيسو إنما يزبطها تاني كريم سعد الله حطها في الجبال يمين قادة عرضية إنما سهلة هتروح لي زياد أسامة موجود سيد عطية حارس الفريق مع الفريق الأول النهاردة عندهم لقاء مع نادي الاتحاد بيشارك زياد أسامة ومعام حمد جميل الشهير بنديم على دكة البودلاء ملعوبة مرة تانية حسامة عبد المجيد الستايل بتاعه كده لعيب طويل عنده رشاقة هنشوف حسامة عبد المجيد اللي هيعمل الرقابة النهاردة على علي عمر وحمد سيد غريب لو اقتحموا وجوم كده من القلب مرة تانية في المنطقة الدفعية عند هاني عمر طلع لي قدام إنما الضغط مرة تانية من بيسو تطلع برا إلى رامي التماس لسه لقاء تحس إن الفريقين رغم قلت الفوارق في الأرقام يبقى لقاء الأهل والزمالك في حساسية تبيرة عشان كده الفريقين عندهم حرص من البداية تطلع بكرة تانية طويلة أمامية في اتجاه علي عمر قلب الهجوم من لمسة واحدة محمد فخري عاوز يحطها على أحمد أشرف إنما مقطوعها كرة مرة تانية يحسبها أحمد الغندور ضربة حرة معانا الكابت الناصر عباس خبرنا التحكيمي وحكمنا الدول السابق للحالات التحكمية هيكون مع الستوديو التحليلي بعد اللقاء إن شاء الله كابتن أسامة حسني قائد الستوديو ونجوم التحليل الفن الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت ملعوبها كرة مرة تانية طويلة أمامية يزبطها جلال يحطها هناك في اتجاه أحمد سيد غريب لسه ما ظهرش إنما وقت بادري قوي عشان نتكلم عن لعيبة اللي بتشتغل في المناطق الهجومية مرة تانية استلام محمد أشرف إنما تطلع برة إلى رمي التماس عند رضا محمد اللي مكلف النهاردة بالواجبات الدفاعية من الجابهة اليمين يلعبها على طول إنما لسه فيه زحمة في منطقة وسط الملعب مفيش حد قادر يكمل ويلعب في المناطق الفاضية قادي واحدة في العمق المرة دخل لجوه يا ولد يا العيب أحمد سيد عبد النبي عمل التغطية النموذجية لما دخل مع الاتنين قلبي الدفاع كده جلال فارس وهنا عمر وخلص هو المشكلة الدفاعية وأول كرة تقرب من صندوق حمز علاء حارس مرمى النادي الأهلي تطلع برة إلى رمي التماس أحمد عبد النبي لسه بيدور على حد من زميله يلعبها في اتجاه علي عمر اللي هرب ونزل لتحت شوية عشان يبعد عن رقابة الصناقي محمد طاري وحسام عبد المجيد ولكن قرار بدربة حرة قلت لحضراتكم لسه اللقاء متكتف ومخنوق في مناطق وسط الملعب ما شفناش التحرقات من الأوراق والأسماء الهجومية في تشكيلة الأحمر النهاردة في آخر وحمد سيد غريب وزياد طاري ومعاهم علي عمر أو الناحية التانية بقى يوسف أسامة نبيه وحسامة أشرف وكريم عبد الحق التلاتة اللي هيترجموا تعليمات جهازهم الفني طويلة أمامية حسامة عبد المجيد جامدة ما توصلش لحد من زميله بيشوروا له الصناقي اللي قدام يوسف أسامة وحسامة أشرف إنه هو ما نشنش عليهم يلعبها على طول حمزة علاء يضغط عليه من رضا محمد الرجل جاي من وراء زي الطلقة ضغط عليه قبل ما يلفه ويعدل نفسه ولكن فيه دفعة فيه دفعة فاول على رضا محمد رجع تاني على وسط ملعابه الدفاعي لعبة ضربة الحرة 19 لاعب من النادي الأهلي سجلوا أهدافهم من الـ 62 هذا الموسم رقم كبير تهدفيا ورقم كبير كمان على مستوى اللعيبة يديك مؤشرات إن كل العناصر الموجودة تقدر تفاجأك بأهداف وجوان على أوقات المباراة المختلفة تمرين الأمامية ممكن خطيرة خطيرة ممكن الجول ممكن الجول جول جول علي عمري في الديئة العشرة 1-0 لأهداف الأهلي لسه بقول لحضراتكم القدرات الهجومية للرباع الأمامي ويروء علي عمري بعد ما ضغط كويس قوي أحمد سيد غريب هنشوف الجول والحكاية من أولها الديئة العشرة قادي كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي وتحية كده لأحمد سيد غريب إنما قادي اللعبة والحكاية من أولها التمرين الأمامية لهاني عمر اللي بيلغي بيها كل مراحل التحضير وتعدي وتروح كمل بقى معنا كده الكدر آه ده أحمد سيد غريب هو اللي نكاشها يا ولد يا لعيب أحمد سيد غريب هو ويه هاني عمر مع علي عمر سلاسي أضواء الثمانتاشر في الجون اللي فات تعملت أمامية من هاني عمر ويدوبك كده أحمد سيد غريب غمزها قبل ما يطلع عليه زياد أسامة وغلط المدافع حسام عبد المجيد عشان يكمل بيها علي عمر ويسجل أول أهداف اللقاء وهدف المقدمة للأهلوية يبقى 1-0 قادي كده في إصابة لسه بيتعالج تاني هنشوف حسام عبد المجيد والمين في تشكيلة نادي الزمالك إنما التمرير الأمامية اللي عملها هاني عمر من المناطق الدفاعية فرقت كتير قوي ولغوا بقى التمرير إن هم يوصلوا لأحمد أشرف نقطة في وسط ملعب النادي الأهلي اللي كان بيبدأ قولت لحضراتكم مراحل البدايات في صناعة اللعب ويضربوا بلعبتين لغاية ما وصلوا لمرمى زياد أسامة 1-0 للنادي الأهلي بعد 11 ديئة تقريبا علي عمر هو اللي بيسجل مسجل 8 جوان قبل هدف النهاردة بقى 9 تجوان هداف الفرقة ب12 جون يبقى الاتنين دول مسجلين 21 هدف من 63 جون يعني بتتكلم في تلت القدرات التهديفية عرضية خطيرة مش ممكن التاني التاني الديعة 12 عرضية حلوة حلوة وعلي عمر في المكان بيتحرك ويحطها بدماغه سنائية أهلوية في أقل من ديئتين ديئة 11 وديئة 12 يبقى علي عمر بيسجل هدفين في ديئة 11 وديئة 12 2-0 للنادي الأهلي وقلت لحضراتكم النهاردة هو آه لقاء قمة ولكن القمة الحقيقية هتبقى لقاء طلاع الجيش على صراع لقب الدول الأسبوع القادم الزمالك اللي هيعاني كتير النهاردة قادي برضو عرضية أحمد سيد غريب يا ولد يا لعيب النهاردة هو مصمم اللجوان والهجمات الرئيسي أحمد سيد غريب كلمة السر في الجنين اللي جابهم علي عمر سنائية أهلوية في مرمى الزمالك في لقاء قمة دور الشباب في المرحلة رقم 32 2-0 موقف متأزم على محمد سابت المدير الفني ولعبته وهنشوف هيتصرفوا إزاي الأوقات اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم في البداية رقميا الزمالك محقق عشر انتصارات فقط لغير في ال 31 أسبوع اللي تلعبوا عملين 14 تعادل وهم أكتر فرقة مع نادي سموحة عملوا 14 قادي زياد طارق اللي بيططب كده وبيطيب خاطر لعد نادي الزمالك حاتم محمد وإحنا بنتكلم على تعادلات الزمالكوية المسلم الحالي كابتن الغندور قادي برضو بيحضر اللعيبة كده ما يبقاش فيه أي اشتباكات وأي مشاكل أحمد عبد النبي من النادي الأهلي ومعايا كريم عبد الحق موجود النهاردة على الدكة مصطفى طارق مصطفى مصطفى فؤاد وإبراهيم محمد وأحمد إبراهيم أربع أسماء هجومية لمحمد ثابت لو حب يعدل من شكله وفرقته إنما يعد على طول بيها ومنطلق عبد الحق الجوة إنما يطلع الدفاع برافو يا ولدي العيب التخطية موجودة من هاني عمرو وجلال فارس يضغط أحمد سيد غريب اللي عامل مجهود كبير قوي اللي 14 دي اللي احنا لعبناهم إنما مقطوع هجمات النادي الأهلي باقت فورة ويعملوا المرتدة السريعة قادي واحدة المراضي من الطرف اليمين علي عمرو هو اللي يدخل مكان أحمد عبد النبي ويطلع بره ويحل دفاعيا على طول يلعبوه على طول رمية التماس عرضية داخل الثمانتاشر يطير ويطلع هاني عمرو بشكل كويس قوي لسه قدام منطقة جزاء حمز علاء حارس النادي الأهلي جاي وزايد يوسف أسامة نبيه هدف نادي الزمالك المسلم الحالي يوسف أسامة برضو ناجل الكابتن أسامة نبيه قلنا برة مصطفى طرق مصطفى وجوه الملعب يوسف أسامة نبيه يطلع تاني الدفاع طويلة أمامية خارج الخطوط إلى رمي التماس أحمد عبد النبي فرقت كتير قوي تحرقات أحمد سيد غريب وهو اللي قام بدور مصمم الهجمات الرئيسي في الجنين اللي سجلهم علي عمرو النهاردة سواء الكرة اللي غمزهاله الأمامية الطولية اللي اتعملت وخلص له بيها من وسط المدافع وحارس المرمى أو العرضية التانية اللي حطهله بالمقاس على دماغه يطلع بره ويتعامل محمد طارق اللي فتح وجهه هنا إلى رمي التماس يلعب على طول محمد أشرف في الباك الشمال اللي هنشوف النهاردة اقتحاماته من الجبهة اليسرى هجميا تمريره على طول لحمد أشرف ياخدها تاني في وسط الملعب زياد طارق اللي اتحرر وجه هنا شوية بعد ما لقى الكرة كده ما بتوصلوش في الأماكن اللي بيتواجد فيها وبدأ يميل عند أحمد سيد غريب زياد طارق تقلق على فكرة في كاس الرابطة زياد طارق وسجل جم مع النادي الأهلي وقلت كانت فرصة إن احنا نشوف نجوم فريق الشباب في بطولة قوية كل فرق الدور الممتاز كانت بتلعب بالصف الأول في بطولة الرابطة وقلنا النتائج ما كانتش مهمة بقدر إن انت تد السيقل 3-4 لعيبة يندمجوا معها اللعيبة الكبار تتلعب الكرة تاني طويلة أمامية تغطية دفاعية موجودة حسام عبد المجيد حسام يحطوها على وسط ملعابه عند محمد حسام بيسو عايزة وصلها الكريم عبد الحق تاني الكرة رايحة جاية المراضي بقى الخضري في وسط ملعابه يسيبها وانطلاقها جاي محمد طارق من الخلف للأمام عاوز هو اللي يبدأ الهجمة نقلتين 2-0 للنادي الأهلي أول 12 دقيقة والهدفين عن طريق علي عمر المساحات اللي موجودة في المنطقة الدفاعية في الخط الخالفي عند لعابة نادي الزمالك بتبان أول ما النادي الأهلي يقطع القرى إنما هنشوف الهجمة وبعدين نكمل حكاية القرات الأمامية الطويلة قادي واحدة برضو من عند علي عمر من المنطقة الدفاعية محمد فاخري هو اللي وقع قدامنا إنما برا الملعب إلى رامل التماس بروح طيبة يطلعها حسام عبد المجيد قادي اللعبة هنشوف كده التدخل اللي كان بين بيسو محمد حسام بيسو مع فاخري تعملت الكرة الأمام إنما طلعوها برا لغاية ما يتطمنوا 2 اللعبة واعين كان محمد فاخري واقع ودي كمان محمد حسام بيسو سلامات للاتنين وفاخري آم ما فيش أي مشكلة عموما 18 دقيقة من الشوط الأول للقاء المرحلة رقم 32 الأهلي والزمالك فريق الشباب المرحلة السنية 2001 وقلت لحضراتكم النادي الأهلي اللي بيلعب النهاردة ومركز مع لقاءات طلاع الجيش اللي متصدر القمة ب 66 نقطة قبل مواجهات الأسبوع الحالي كلمنا على كابتن محمد شرف المدير الفني للنادي الأهلي اللي قاد الفريق لغاية دلوقتي فيه 11 مباراة بعد رحيل الكابتن عمرا أنور إنما كان فيه فترة انتقالية كده كان تولى المهمة المدير الفني للقطاع بروكيتش وبعدها بقى جيك كابتن محمد شرف من لقاء الماولين في الأسبوع والمرحلة رقم 20 والرجل قدر إنه هو يحقق تسع انتصارات وتعادل مرتين بدون هزيمة لغاية دلوقتي بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح يطلعوا طويلة أمامية تاني لعيبة نادي الزمالك إنما فاخري يزبطها على وسط ملعبه كريم صعد الله يسلمها لحمد أشرف إلى جلال فارس جلال أحمد فارس إلى صعد الله تاني محمد فاخري لعيب كويس هو محمد فاخري ده وكان عايز فرص كبيرة مع الفري الأول نما طبعا مجموعة من النجوم بتبقى موجودة ولازم اللعيب يدوس على نفسه ويقدم مستوى غير عادي عشان يبدأ يدخل مع لعيبة الفري الأول بتكلم على محمد فاخري اللي جي للنادي الأهلي من نادي المحلة من أربع مواسم تقريبا وانتقل بقى على سبيل الإعارة المكانين منهم البنك الأهلي ورجع مرة تانية بقى للقلعة الحمراء هيلعب على طول حسام عبد المجيد طويلة أمامية على حدود الثمنتاشر إنما تضطرف هناك عند رضا محمد لعيب كويس على فكرة على المستوى المهاري رضا محمد اللي بيشتغل في الجبع اليمين واد بيوقفوا كده بفاول ضربة حرة محمد أشرف قبل ما يدخل لجوه كانت هتبقى مشكلة لو الفاول ده يدوبك كده نص سيار ده كان هيبقى جوه الثمنتاشر واد بزكاء كده قادم من برة يوقف قدامه ويعطل بداية الهجمة المهمة محمد أشرف وضربة حرة مما كان مؤثر للعيبة نادي الزمالك فاول مكان قريب قوي حمزة علاء بيوقف كريم صعد الله واحمد سيد غريب قدام الكرة هنشوف هيعملوها عرضية ولا هيلفها من مرة واحدة حاتم محمد اللي جه من الطرف الشمال وبقول لحضراتكم كرة قريبة قوي أحد الأماكن اللي تهدد وتعمل خطورة من الضربات السابقة مركز حمزة علاء وقف زميله ومسك اللعيبة داخل الثمنتاشر وقدام الفاول كريم وسيد غريب وفعلا الرجل هو عملها من مرة واحدة مش عرضية قلت المكان مغري إن هو يلفها في الزاوية البعيدة ولكن إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى لقاء النادي الأهلي هو الأفضل فنيا خلال 21 ديئة تقريبا بنلعب في ديئة 21 هدفين في ديئة 11 وديئة 12 عن طريق السنتر فيرود علي عمر بصناعة من أحمد سيد غريب قادي تمريرة من فخري لمسة حلوة من محمد أشرف اللي اقتحم وطلع لقدام إنما تقطعت من قدام أحمد غريب ورجع تدخل مرة تانية محمد حسان بيسو لعب الوسط اللي بيرتد كتير دفاعيا عشان يسند مع الرباع الخلفي ومعهم كمان محمد حمدي قلت الليبرو المقلوب قدام الأرباع المناطق الدفاعية طويلة أمامية هاني عمر جاي من الخلف للأمام وهو اللي يخلصها قدام التمنتاشر يشيل محمد طريق بدماغه على وسط ملعبه تتلعب عند حاتم محمد يحطه حاتم هناك في الطرف بيقرب كريمة عبد الحق من حسام أشرف ولكن تطلع برة الغندور بيقول على النادي الأهلي رمي التماس لصالح نادي الزمالك سجلين لغاية دلوقتي لعيبة الأبيض هنتكلم على قدراتهم التهديفية زي ما تكلمنا على نتائج النادي الأهلي والأهداف اللي جابوها 35 جون وإحنا في الإسبوع رقم 32 يعني معدل تهديفي بمعدل هدف كل مباراة النادي الأهلي يقولنا 63 هدف بالجون اللي جابه النهاردة 64 بقى بالجونين اللي جابهم علي عمر تعب الكرة مرة تانية طويلة أمامية إنما يسندها أحمد سيد عبد النبي كرة مشتركة ياخد أحمد أشرف كويس أو يا ولد يا لعيب هو اللي يضغط ممكن يعمل هاجمة سريعة في ظل النقص العددي بعد ما زاد لعيبة محمد سابت لقدام أحمد غريب يا ولد يا لعيب على الرؤية يحطها إنما كانت عايزة إحنا هنا شوية إنما الفكرة وشايف كويس أو الراجل محمد أشرف اللي منطلق من الطرف الشمال لعيب كويس أو محمد أشرف ده بصوا عليه وبصوا على انطلاقاته نهاردة موجود أحمد نبيل كوكا على دكة البودلاء مع الزميل والمجموعة اللي موجودة برا تكلمنا عليها في بداية المباراة ملعوبة كرة مرة تانية على منطقة وسط الملعب تشتيت لقدام مفيش حد خالص غير حسام عبد المجيد قال بدفاع نادي الزمالك هيسيبها تبقى ضربة مرمى فيه النهاية لقاء الدور الأول كان انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد كان سجل أحمد بطيب لنادي الزمالك وسجل للنادي الأهلي حسام ياسيني اللي موجود على دكة البودلاء وبرضه كان موجود بديل على فكرة حسام فيه لقاء الدور الأول كعب الكرة مرة تانية محمد فخري ضربة 18 خطيرة ممكن يعدل على عمر إنما استنى شوية إلى غريب خطيرة يا ولد يا لعيب على الفكرة حلوة اللي فاتت دي ولكن تمر لكده بجوار الآيب قلت إن هجمات الأهلوية كلها بتشعر بالخطورة والشراصة أول ما يوصلوا للـ 18 حسام عبد المجيد ومحمد طاري ومحمد حمدي وقدروا إن هم من 3-4 هجمات يسجلوا مرتين طلع مرة تانية الدفاع عبد المجيد أمامية يستقبلها كريم سعد الله من ناحية تانية كريم يحطها لقدام في اتجاه محمد فخري قاد أحمد أشرف خد قرار بالتزديد المسافة بعيدة إنما علي عن المرمى إلى خارج الملعب قاد القرى بتاعت علي عمر اللي زبطها لحمد سيد غريب وقف قدامه محمد رضا بتتعادي اللعبة وحاب يلفها قلت الفكرة حلوة كده عايز يحطها بطن الشبكة في الزاوية البعيدة ولكن برضو هاجمة من الفقرات المهمة على مرمى زياد أسامة طلع مرة تانية دفاع النادي الأهلي لقدامي لعبها جلال فارس محمد فخري هينطلق في جابة محمد رضا قادي فخري دمت 18 بكعب رجل ويمررها كده على عمر إنما الزياد طريق كان قرب وضم لجوة حتى الرجل كده بيلومه بيقول لنا في ظهرك على طول إنما لسه بيسيطروا يجيبوا الكرة مرة تانية عند أحمد أشرف طويلة أمامية طلع كويس أوي المرة دي محمد طارق اللي رايحه ميل على رضا وتروح سهلة إلى زياد أسامة ما فيش أي هجمات أو اختبارات على حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي طوال 24 دقيقة الراجل بيتفرج زينا تماما على المباراة الناحية التانية قلت لحضراتكم النادي الأهلي أكتر سيطرة وزهور على 18 الزمالكوية في 25 دقيقة لعب الغاية دلوقتي سلامات كريم صعد الله لعب الارتكاز برضو لعب عنده حيوية بيقدر يتحرك كويس أوي في المنطقة بتاعت الدايرة دي عشان حتى لو طلع واتحرر لقدام أحمد أشرف كابتن التيم اللي بيقدر يعمل بداية الهجمات كويس أوي ويعمل عمليات الربط بتكلم على أحمد أشرف يبقى على طول في ظهره كريم صعد الله يبقى عندك اتنين واحد كده بيبقى هو المخ والتاني هو الشغل البدني والعضلات اللي تقدر تقفل لو كرة تقطعت طلع الكرة برا الملعب نشوف الغندور كان بيدي كارتل مين في اللعبة اللي فاتت ترجع الكرة ورا عنده هاني عمر عندنا هاني عمر النهاردة وعلي عمر وعندنا أحمد أشرف ومحمد أشرف والناحية التانية حصام أشرف في تشكيلة نادي الزمالك الأسماء المتشابهة في التشكيلة هنا وهنا أحمد غريب يسبع لمحمد فخري اثنين أربعة ستة سبعة ارتدوا بالأمصة الأبيض دفعيا طلعها على طول قدام محمد طارق إنما تخبط في جلال فارس اللي كان زايد وجاي هنا في جبهة قادة كابتن محمد شرف قدامنا المدير الفني اللي نادي الأهلي اللي قلت لحضراتكم محقق نتائج أكتر من رائعة منذ توليل مهمة برضو كابتن عمر أنور مدير الفني الكبير كان عامل شغلي كويس قوي ولكن الفترة اللي مشي فيها الراجل كده وعملية بقى تغيير الفكر والتشكيل قادة عرضية وإحنا بنتكلم على المرحلة اللي كانت ما بين الكابتن عمر أنور لغاية ما جاء كابتن محمد شرف والنادي الأهلي كان عمل بعض النتائج السلبية اللي خلته ما يكونش في المقدمة ولكن رجع كويس قوي في العشر أسابيع اللي فاتوا وبقى هو المنافس الأوحد ليه فريق طلاع الجيش وفي ظهرهم على طول نادي أمبي 59 نقطة في المركز الثالث ضربة مربع عند حمزة علاء يلعب طويلة أمامية حمزة على وسط الملعب بكعب رجلو يوسف أسامة نبيه اللي بيلعب بالقامة مصر كامر 14 يسندها تاني محمد الخضري في الطرف الشمال ولكن فيه ضربة حرة بيعطالوا بداية الهاجمة الجنب اللي بيجي منه حاتم محمد ودي بيقوموا برافو يا أحمد يا أشرف بقول لحضراتكم الروح الجميلة بين اللعيبة قبل اللقاء وأثناء اللقاء أي لعيب بيعمل لعبة يحس كده أن فيها بعض بعض مش الخشونة كمان فاول عادي جدا ولكن راح طيب خاطر لعد نادي الزمالك أحمد أشرف بنفس الحال لعد نادي الزمالك طلع القرى برة ومحمد فخر كانواع قادي على طول العرضية داخل الصندوق طلع بدماغه جلال فارس هناك عند أحمد عبد النبي لعب الجبهة اليمينة الدفاعية تطلع منه خارج الملعب إلى تماس مرة تانية هجمات بيقدر يتعامل معاها رباع الدفاع هانا عمر وجلال فارس ومحمد أشرف وإحمد عبد النبي بكل سهولة عشان كده بقول لحضراتكم ما ظهرش في الكادر تماما حمزة علاء حارس المرمى قادي التماس تاني من نفس المكان المرة دي خلصوها بعرضية في منطقة الخطورة عندما يا ولد يا لعيب طلع كويس قوي في الكرة اللي فاتت أحمد أشرف نشوف هو اللي دخل لجوه ياخدوها لعيبة نادي الزمالك مرة تانية في الجنب اليمين محمد طارق طالع وزايد إلى محمد حمدي اللي اتحرر شوية وتلعي له قدام اللاعب رقم 44 محمد حمدي ودي طارق اللي جاي من الطرف اليمين كان عاوز يكمل معرضة في بداية الهجمة الأخيرة كابتن محمد سابت اللي قدامنا في المنطقة الفنية كابتن محمد شرف الاتنين المدربين اللي بيقودوا فريق 2001 وواحد أهل وزمالك يلعب على طول محمد فخري لمحمد أشرف لعلي عمر زياد طارق اللي بيظهر على فترات منما لعب في منطقة الخطورة يفاجأك في أي وقت قدام السندوق زياد طارق من لعبها المتحركة اللي ما تقدرش تقول إنه هو هيشتغل طرف يمين أو طرف شمال أو ييجي من القلب والقرات العكسية بيتعامل معها بشكل كويس أو لما ييجي كده في ظهر الفرود شفناه خلال لقاءات فريق الشباب أو لما شارك على فترات مع الفريق الأول زياد طارق سواء في لقاءات ودية أو في كسر ربطة زي ما قلت لحضراتكم اللي تقلق أكتر من لاعب تتلاعب مرة تاني الكرة هناك عند حاتم محمد اللي طالع وزايد منما يتكتل عليه كريم صعد الله اتأخر فيها شوية هانا عمر قلب الدفاع مغطي وعمل التغطية جلال فارس اللي طلع واحدة في منطقة الخطورة الكرة العكسية اللي كانت من ديئة تقريبا قادي تاني رضا محمد يعلى أها رضا محمد حمزة علاء اتردد إنما سابها وتلعت برا إلى ضربة مرمى قادي حمزة علاء بيبص اللعبته أو الكرة كده يمكن تتعلق بعد الفاول اللي عملوه برضو خارج المرمى تماما لعبة الأبيض فيه مواجهة اليوم عموما 30 ديئة من الخمسة واربعين ديئة الأولى تقدم النادي الأهل على الزمالك فيه الأسبوع رقم 32 اللقاء اللي بنتابعوا مع حضراتكم على الهواء مباشرة من ملاعب النادي الأهل بمدينة نصر في اللقاء يحدد للنادي الأهل مسيرته الأسبوعين اللي جايين فيه منافسة طلاعي الجيش على لقب دوري الشباب تتلعب الكرة مرة تانية على منطقة وسط الملعب عاوزين يحطوها عند رضا محمد اللي جاي وزايد إنما يقرأها كويس قوي محمد أشرف يحطها هناك عند أحمد غريب اللي تبادل الأدوار مع زياد طارق قادي الزيادة هو الدخل في القلب الحتة اللي أنا بقولك عليها وجاء علي عمر هنا قادي الثلاثة اللي بدأوا يعملوا تغيير قادي خطأ من الحارس زياد طارق ياخدها من خطأ زياد أسامة حارس الزمالك إنما ما يدروش يكملوا الهجمة طلع مرة تانية لقدام حسام عبد المجيد طويلة أمامية يوسف أسامة يوسف خطير خطير يوسف أسامة إنما يحصلوا يحصلوا هاني عمر ويحل الأزمة الدفاعية في قرة كانت في منتهى الخطورة للعيبة الأبيض دخل يوسف أسامة وراح كده في ظل النقص العدد اللي موجود في المناطق الدفاعية للنادي الأهلي أهي قرة اللي فاتت كانت كل لعيبة يطفي اللعبة اللي فاتت ودسعى لها وراح يوسف أسامة واناكن يحصلوا هاني عمر ويشيل أخطر قرة على مرمى في رئيته تاني العرضية يطلعها للمرة التانية هاني عمر تزديدة من بعيد خارج المرمى وبعيدها تماما عن جول حمزة علاء ضربت مرمى في النهاية لغاية دلوقتي ما فيش أي اختيارات من الأجهزة الفنية وإحنا في ديئة 32 من على دكة البودلاء وطالما النادي الأهلي متقدم وجاي بجنين وبيظهر بشكل طيب محمد شرف هيفضل يحتفظ بالتشكيلة دي لغاية ما يقل المجهود البدني من وجهة نظره طبعا في الشوت التاني والناحية التانية بقى محمد ثابت اللي في رئيته متأخرة بجنين في ديئة 11 وديئة 12 ومازال بيحتفظ بأوراقه اللي برة حسان عبد المجيد يلعب طوي لأمامية في اتجاه كريم عبد الحق وي محمد حمدي إنما فيه ضربة حرة حسام أشرف اللي كان قدام الثمنتاشر مد قرار الغندور كان مشاورة المساعد هاني خيري سلامات لهاني عمر قال بالدفاع اللي شال أخطر لعبة بقول لحضراتكم الكرة اللي دس عليها يوسف أسامة نبيه وكان هيعمل انفراد بحمز علاء في ديئة 31 تقريبا ودي أهم الفقرات الهجومية اللي عملوها النهاردة الزمال كوية على مرمى النادي الأهلي نزل الدكتور حسن فاضل طبيب الفريق ويكابتن محمد السيد معاه أخصائي العلاج الطبيعي عشان يتطمنوا على قلب الدفاع هاني عمر لغاية ما يقوم كده نرجع مرة تانية لبعض الأرقام والمفردات لكل الفريقين قبل مواجهة اليوم اللي قلت لحضراتكم النادي الأهلي في المركز الثاني بـ 64 نقطة وبعد الجنين اللي جابهم وصل لـ 64 هدف عشان يبقى هو تاني أقوى قدرات هجومية في المسابقة بعد نادي إنبي على فكرة يعني إنبي في المركز الثالث جاي بـ 67 جون الجيش المتصدر عندهم 45 هدف فقط لغير كلمت النهاردة إن في 19 لاعب من النادي الأهلي السجلوا أهدافه خلال مسيرته في دور الشباب 2021-2022 طويلة أمامية عند حسام عبد المجيد اللي بيطلع ويرد بدماغه إلى كريم عبد الحق اللي عاوز يمشي ويكمل من الجبهة اليسرى لما وقف له أحمد عبد النبي ويضغط عليه بيقومه هوت كريم عبد الحق اللي مديله واجبات الجهاز الفني إنه هو يقتحم الجبهة اليسرى الهجومية جنب اليمين للنادي الأهلي دفاعيا اللي اشتغل فيه لغاية دلوقتي بشكل كويس قوي أحمد سيد عبد النبي والنحية التانية محمد أشرف اللي موقفين تماما خطورة يوسف أسامة نبيه ويه كريم عبد الحق وسيطر كمان السناء هانا عمري وجلال فارس على الفروة حسام أشرف عشان كده الفاعلية الهجومية ما كانتش موجودة تلعب مرة تانية من محمد أشرف يضغط على زياد طارق وياخد منها ضربة حرة قادي زياد طارق اللي وقع قدامنا اللي قلنا عمل تبديلة جوه الملعب مع أحمد سيد غريب اللي راح مكانه في الطرف اليمين وجيه هنا زياد طارق طويلة أمامية قادي عرضية في منطقة الخطورة إنما جمدة قنقاتي على القيم البعيد على عمر قادي على عمر ورجع معاه حاتم محمد إنما ياخدها مرة تانية أحمد أشرف يعلقها بحرفانة كده في اتجاه على عمر ولكن تطلع بر كابتن محمد شرف كان بيلعب قلب يدفاع زي ما قلت لحضراتكم في مقدمة اللقاء كان والده كمان على فكرة مدافع نادي إسكو في فترة السبعينات كابتن أحمد شرف الراحل كان مدرب كبير برضو من المدربين اللي اشتغلوا فيه نادي إسكو أيام العصر الدهبي وبيكمل محمد شرف فقا مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين مع النادي القال قادي تزديدة جمدة يا ولد يا لعيف فوقتنا اللي فاتت دي فوقتنا عايزين نشوفها مرة تانية تزديدة جمدة قوي قادي حوار فن بين الكابتن محمد شرف والكابتن أحمد عبد الظاهر المدرب العام كرة اللي كانت في وسط الملعب كريم سعد الله وأول ما عملت باند كده قدام محمد فخري واخد القرار الراجل أكتر من 30 متر تزديدة شكلها حلو فوقتنا يا فخر اللي فاتت تتلاقب مرة تانية على منطقة وسط الملعب جلال فارس يشيل لقدام داخل المنطقة زياد طريقة ولد يلعيب الراجل الزباطها لنفسه وتزديدة ولكن بجوار الآيب قادة الكرة مرة تانية اللي طلعها جلال فارس في اتجاه زياد هل فيها لمسة يد بيشاور كده حسام عبد المجيد نما مش شفناش الحاكمة ده واحدة خطيرة خطيرة إنما بجوار الآيب في منتهى الخطورة ولسه جاي أحمد عبد النبي اللي دخل مع حمزة علاء وظهر ناد الزمالك بكرتين في منطقة الخطورة مرة في الديئة واحدة وثلاثين يوسف أسامة نبيه والمرة دي بقى حسام أشرف لمس الكرة بدماغه كويس قوي وجاي منطلق من منطقة وسط الملعب اللي عمل الخطورة كريم عبد الحق إنما أحمد سيد الاشتراك بتاعه مع خروق حمزة علاء هم اللي حلوا تماما الأزمة واللعبة اللي كانت في منتهى الشراسة والهجمات اللي تخض لنادي الزمالك يبقى ديئة سبعة وثلاثين بدأ يبقى فيه بعض المشاكل الدفاعية لما لعيبة نادي الزمالك بيعملوا تمريرات في عمق دفاع هاني عمر وجلال فارس شفنا مرتين مرة يوسف أسامة ولحقوا وحصلوا هاني عمر والمرة دي بقى اللي حل المشكلة السنائي الحارس حمزة علاء مع أحمد سيد عبد النبي الباك اليمين أقل من 8 دقايق على نهاية أحداث الشوت الأول سنائية أهلوية سجلها علي عمر في الديئة 11 والديئة 12 نادي الزمالك كان غايب تماما خلال الثلاثين دقيقة الأولى وقلنا في 6-7 دقايق عملوا هجمتين علي فيهم سطنة على دفاعات هاني عمر وجلال فارس وفي ظهرهم حمزة علاء سلاماتي حمزة إن شاء الله يقوم ما فيهوش أي حاجة وأحمد سيد عبد النبي اللي مدينا ظهره كمان تعليمات من الكابتن شرف لمحمد فخري واحد من مصممي وصناعي الهجمات فيه 30 متر الأمامية لقاءات المرحلة رقم 32 نقولها كده لغاية ما يقوم حمزة علاء ويه أحمد عبد النبي بيتكلم الغندورة هوت مع اللعيبة كابتن أحمد الغندور اللي ماشي باللقاء لغاية دلوقتي بدون أي مشاكل قادة عرضية أحمد سيد غريب اللي جي منها الجوني التاني والأخطاء الدفاعية لمحمد حمدي وحسام عبد المجيد في عملية الرقابة والتغطية المقصة هيقابل المصري سيراميكا واسموحة برامت زماعة البنك الأهلي الاتحاد والجيش لقاء مهم جدا يأثر فيه نتائج الفرقتين اللي بينافسوا على اللقب زي ما قلت لحضراتكم الجيش النهاردة بيلعب الاتحاد في اسكندرية فاركو والجوني اللي اسماعيلي مع إستر كامباني والاسماعيلي برضو في مركز متأخر في جدول المسابقة المقاولين والمحلة كوكاكولا وإمبي دي لقاءات المرحلة رقم 32 رجعنا مرة تانية لأحداث اللقاء ويطلع برة محمد أشرف إلى رمي التماس محمد رضا هو اللي هيلعب يلعب على طول رضا في اتجاه حسام أشرف اللي بدأ يعمل تحرقات إيجابية خمس ست دقائق اللي فاتوا لما بدأ يتأخر كده عن يوسف أسامة ويه كريم عبد الحق ملعوبة كرة مرة تاني عند كريم صعد الله في المكان الفاضي ماشيها كريم في الطرف اليمين وقفع كرة الزياد طارق إلى كريم هاني عمر كلها تمريرات عشان يسحبوا يا ولد يلعيب يا ولد يلعيب حتى كده رواءان في ليالي رمضان الرجل بحرفان يعد يعمل لعيب نادي الزمالك جلال فارس يطول لقدام جلال فارس حطاه حل وقوي هناك رحله أحمد أشرف يا ولد على الاستلام عرضيه في منطقة الخطورة إنما ما كانش حد قطع على القيم البعيد أو جاي من العمق متأخر علي عمر في اللعبة اللي فاتت واد الزياد طارق اللي بتخبط الكرة وتطلع بره إلى تماث رمي التماس لصالح نادي الزمالك رجع لورا يوسف أسامة نبيه يقلبها إنما جاي جلال فارس يخبطها في بيسو وياخده منها هذه اللعبة الرجل عبد الكرة إيه في واحدة كده ترقاسك وتوقعت كمان من على الكرس وانت بتعلق لعبة حلو طالما الفرقة كذبانة اللعبة يبقى عندها ثقة تطلع اللي عندها عمالة حلوة أو الزياد طارق بقولك لعيب كرته حلوة تحب الكرة جيله ملعوبة مرة تانية في الطرف الشمال محاولات زمالكوية مع الخمس داي الأخيرة من الشوت الأول تتلعب إنما هاني عمر متمركز بشكل كويس قوي لغاية دلوقتي ناكعين تماما هاني عمر وجلال فارس باستثناء اللعبتين وبرضو قدروا إن هم يتعاملوا معاهم على فكرة إنما قلنا اللي فيهم خطورة كابتن محمد شرف حس إن الأداء كده قال لي شوية عن التلاتين ديها الأولى عشان كده قايم بيتكلم مع لعبته قادي حمز علاء بيزق سنة من الكرة اللي كان استضم بحمد سيد عبد النبي ويه كريم عبد الحق لعب نادي الزمالك وعبد النبي المدافع اليمين بتاعه تاني على منطقة وسط الملعب محمد أشرف يستلم طويلة أمامية يرده عسام عبد المجيد إنما يخدها من ناحية التانية أحمد عبد النبي إلى زياد طارق متأخر زياد وأحمد عبد النبي هو اللي زايد قدامه كده شوية هنا عمري تاني بدماغه إنما يخدها محمد مصطفى بيسو طويلة أمامية في اتجاه محمد رضا اللي بيتحرر ويطالع عند يوسف أسامة فعلا يسلمه أهوة يوسف أسامة إلى رضا تطلع بره من جلال فارس كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر والنادي الأهلي بيتابع أهوة فريق الشباب ونجم الستوديو التحليلي برضو في قناة النادي الأهلي طرف قلت القرى المصرية مع كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين تملي اللقاءات الأهلي والزمالك قلت على كل المستويات حتى لو مدرسة القرى بتلعب أهلي والزمالك ضربة حرة لصالح محمد فاخري هنشوف اللي متباقي أقل من ديئتين ونص هل تفضل النتيجة كما هي ويبدأ كل مدير فني يراجع تعليماته مرة تانية في الخمستاشر ديها لاستراحة سواء الأهلي المتقدم محمد شرف هيحتفظ بتشكيلته ويكمل بيها اللقاء والناحية التانية محمد ثابت اللي الجنين في وقت صعب جدا إن أنت تلعب لقاء وأمام النادي الأهلي وتتأخر بجنين أول 12 ديها ضربة ركنية على مهله رايح محمد أشرف لعب الطرف الشمال عشان يلعب الركنية خلاص اللعابة حاسين إن هم بينهو الشوت الأول بالزكاء كده بيضيعوا الدهائل المتبقية وطول ما كوره في وسط ملعب الأبيض هيبقوا متطمنين تماما إن ما فيش أي مشاكل على وسط ملعبهم قادي محمد أشرف أقول باك الشمال اللي قد مواجباته النهاردة بشكل جيد جدا على أي مرورة خطيرة خطيرة اللي فاتت إنما يحط فيها دماغه محمد حمدي وتطلع إلى ضربة ركنية مرة تانية ركنية أهلوية في أقل من ديها مرتين برضو محمد أشرف في مكانه هو اللي هيلعب جاي وزايد من وراء هاني عمر لعيب طويل عشان يستغل طول القامة ده قادة العرضية إنما بالبوكس المراضي زياد أسامة ركنية تالتة قادة الزياد قدامنا هو تحارس مرمى ناد الزمالك اللي بيشترك في الجوني الأول في الخطأ مع حسام عبد المجيد ولكن الجوني التاني كانت صعبة حطهله بدماغه علي عمر من مسافة قريبة لو اتكلمنا عن الجونيين النهاردة بفكر حضراتكم بالستوديو التحليل الكابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت والفاقرة التحكمية كابتن ناصر عباس ضربة ركنية تتعب ولكن تطلع تاني وتالت ورابع رابع ضربة ركنية وضيعوا بيهم الديئتين لعيبة النادي الأهل اللي قلت بيحتفزوا بالقورة في التلت الأمامي عشان ينهو الشوت الأول بنفس النتيجة تاني على أي ملورايب خطيرة ممكن مش ممكن اللي فاتت خطيرة خطيرة إنما يطلع الدفاع كان هيبقى الهدف التالت من الركنية الرابعة تتلعب قدام أحمد سيد عبد النبي عامل التخطية مع كريم صعد الله في ظل تقدم السناء يهاني عمر ويجلال فارس عشان يلعبوا بدماغهم في الركنية الأخيرة لسه الهاجمة موجودة وبدايتها من عند حاتم محمد اللاعب رقم 38 قاد القرى الخطيرة تعامل تهيئ وخطأ من لعب نادي الزمالك الراجل بيصلحها وحطها كده من وضع طاير أحمد أشرف في منتهى الجمال والروعة ولكن يطلع المدفعين عشان يحتفظوا نادي الزمالك بحظوظهم لو 3-0 كانت تعمل لهم مشكلة كبيرة أوي قبل نهاية الشوت الأول كعب الكرة مرة تانية على حدود المنطقة حسام أشرف الدفاعي شاتت ويشيل في اتجاه أحمد سيد غريب صانع الهدفين النهاردة أحمد غريب يا ولد يا لعيب يحطها حلوة زياد طارق يا ولد يا ولد يا ولد يا زياد يا طارق الراجل نطاشها من مرة واحدة ولكن التقلق زياد أسامة الحارس كرة في منتهى الجمال والروعة آدي الأعادة هي تحطها له إيه الراجل تمريرها بالسام يا ولد يا زياد يا أسامة حارس المرمى إنما كرة إيه كرة في منتهى الجمال والروعة ضربة ركنية ليه صالح النادي الأهلي محمد فخري هيلعب ضربة ركنية إنما هجمتين فيه ديئة الأخيرة من أحداث الشوت الأول سواء رأسية أحمد أشرف أو الكرة اللي عملها السنائي أحمد سيد غريب وزياد طارق وتقلق للزياد أسامة حارس مرمى نادي الزمالك محمد فخري يلعب الركنية على أهم القريب في منطقة الخطورة لسه موجودة الهجمة استلام مرة تانية تتلعي الدخل الثمانتاشر راجع لورا يقدم خدماته الدفاعية حسام أشرف مع زميله الهجمة المرتدة هجمة في منطقة الخطورة كريم عبد الحق جاي المراضي من الطرف اليمين كريم كريم عايز يدخل الثمانتاشر ولكن جاله شد كده ما قدرش إنه هو يكمل وحلق عليه كويس أوي أحمد عبد النبي اللي قدامنا الدقيقة التانية من الوقت المحتسب بدل الضائع نادي الأهل متقدم في لقاء قمة الشباب على نادي الزمالك الثاني صفر في ملعب النادي الأهل بمدينة نصر هدفين عن طريق علي عمر بصناعة من أحمد سيد غريب لاعب النادي الأهلي قادي ضربة المرمى جلال فارس هيلعب جلال ضربة المرمى حمز علاء رايح يتطمن على لاعب نادي الزمالك كريم عبد الحق اللي كان منطلق وبيعمل الهجمة اللي فاتت إنما جاله شد محدش جي جنبه ونازل هو جهاز الطب يتطمن عليه مصطفى عزب أخصائي العلاج الطبيعي في الجهاز الفن للنادي الزمالك طويلة أمامية وسط الملعب فاضي من لعبة النادي الأهلي يسيطر عليها ويلعب على طول محمد الخضري في اتجاه بيسو حمد حسام بيسو طويلة أمامية عند حسام أشرف شوف الكابتن الغندور مد كم ديئة وقت محتسب بدل ضائع دلوقتي الديئة التالتة وضربة حرة لصالح حسام أشرف اللي مدينة ظهره وجاي من وراء حسام عبد المجيد قادي اللعبة اللي خاد منها حسام أشرف لمست يد على جلال فارس وقريب الغندور يدى قراره على طول عبد المجيد هو اللي قدام القرة هيعلقها جوة 18 قادي حسام عبد المجيد فعلا يعلاقها علي هناك على قيم البعيد يدوبك بدماغه إنما معاها صفارة نهاية الشوت الأول تقدم النادي الأهلي بهدفين علي عمر في الديئة 11 والديئة 12 استراحة قصيرة ثم نعود مرة تانية لحضراتكم تحياتي محمد عفيفي من على شاشة النادي الأهلي إلى اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم والديئة 12 30 ديئة سيطرة أهلوية كاملة نتج عنها الجنين وضيعوا أكتر من ثلاثة أهداف وضيعوا أكتر من ثلاث أهداف مع نهاية الشوت نادي الزمالك اللي كان غايب تماماً لغاية الديئة 31 أو 32 تقريباً وظهروا مرتين على دفاعات حمزة علاء حارس مرمى الأهلوية إنما قدر الدفاع عن طريق هاني عمر وإيه أحمد سيد عبد النبي في المرتين اللي وصل بيها لعيبة محمد سابت يحلوا كل المشاكل الدفاعية ده ملخص صريع كده ليه الشوت الأول إنما خلينا بقى مع التشكيلة وهنشوف هل فيه تبديلات بين الشوتين ولا إيه بدأ النادي الأهل النهاردة بحمزة علاء في المرمى قدام أربعة أحمد سيد عبد النبي وهاني عمر جلال فارس محمد أشرف ومن قدامهم كريم سعد الله وأحمد أشرف قادق عادل الهدفين اللي جابهم النادي الأهلي أحمد سيد غريب اللي لمسها حلو قوي مبين مدافع نادي الزمالك محمد طارق والحارس زياد أسامة وخلصها ده مقشرة ليه علي عمر وإحنا بنقول تشكيلة النادي الأهلي وهنشوف برضو الجون التاني من صناعة أحمد سيد غريب اللي عمل عرضية في منتهى الجمال عدت برضو من محمد طارق ومحمد حمدي وفي ظهره كمان حسام عبد المجيد نكمل التشكيلة بسرعة من غير مراكز كده عشان نبدأ مع الكابتن أحمد الغندور أحداث الشوت التاني كريم سعد الله وأحمد أشرف محمد فخري أحمد سيد غريب زياد طارق على عمر الناحية التانية زياد أسامة في مرمى نادي الزمالك ومعه محمد طارق حسام عبد المجيد رضا محمد وحاتم محمد محمد حمدي محمد حسام بيسو الخضري كريم عبد الحق يوسف أسامة نبيه وحسام أشرف شايف فعلا هو تبدلين النادي الأهلي هنشوف من اللي نزل محمد نصير فعلا تبديل أول للنادي الأهلي يبقى محمد نصير اللاعب رقم 40 والناحية التانية شايف إبراهيم محمد واحد من الأوراق الهجومية في تشكيلة نادي الزمالك اختيار أول اللي مدينا ظهره رقم 7 ليه الجهاز الفني ليه الأبيض فيه مواجهة اليوم وقلت هل اللي اتنين المدربين بتعليمات جديدة ولعيبة من على الدكة هيبدأوا الشوت التاني فعلا مع بداية انطلاق الشوت تبديل هنا وتبديل هنا في النادي الأهلي محمد نصير هيكون موجود والناحية التانية إبراهيم محمد رمي التماس كريم صعد الله ويتدخل من يوسف أسامة نبيه لقلت لحضراتكم أهم هجمتين كانت واحدة عن طريق يوسف أسامة والتانية كريم عبدالحق قبل ما يعملوا انفراض بحمز علاء خلص الموقف تماما هاني عمر في الهجمة الأولى والهجمة التانية أحمد عبدالنبي الباكي اليمين اللي عمل تدخلات روعة في الشوت الأول الرجل بتحرقاته اللي كان بييجي كده من جبيته ويدخل مع الاثنين قلبي الدفاع بتكلم على أحمد عبدالنبي اللاعب رقم تمانية قادي بداية الهجمة عرضية في منطقة الخطورة رضا محمد على حدود التمنتاشر يمررها رضا إنما يزحلق ويخلصها ويسيبها الكريم صعد الله اللعبة اللي فاتت اللي رجع الورى بشكل كويس قوي لعبة النادي الأهلي زياد طرق بدء المرات بقى في الجبه اليمين كان تبادل الأدوار مع أحمد سيد غريب مع منتصف الشوت الأول محمد فاخري يستلم يلعب محمد فاخري داخل المنطقة عند أحمد سيد غريب زي ما قلنا موجود يوسف أسامة نبيه ابن الكابتن أسامة نبيه مدرب نادي الزمالك والمهاجم السابق للقلعة البيضاء قادي عرضية سهلة في إيد زياد أسامة برضو موجود أحمد سيد غريب ناجل الكابتن سيد غريب كان مهاجم النادي الأهلي والمدرب برضو في قطاع الناشئين في النادي الأهلي أحمد سيد غريب والده واحد من نجوم النادي الأهلي موجود برا مصطفى طارق مصطفى، ناجل الكابتن طارق مصطفى، لاعب الدولي والمدرب الكبير قادي ضربة حرة خارج أحمد الغندور، أول ديتين من بداية الشوت الثاني، صنائية أهلوية بيتكلم الكابتن الغندور مع الكابتن محمد سابت كان ليه تجارب على فكرة الكابتن سابت في الدور الممتاز في أجهزة فنية بأسماء كبيرة كان موجود كمدرب أو مساعد مدرب على فترات مع فريق بيتروجيت مع الكابتن مختار مختار، مع الكابتن طاق بصري، مع الكابتن حسن شحاتة لما تولى مهمة الفريق البترولي في 2017 بنتكلم على الكابتن محمد سابت والناحية التانية الكابتن محمد شرف قلت لحضراتكم اللي عمل نتائج رائعة في العشر أسابيع اللي فاتوا منذ توليه المهمة في شهر يناير قادي ضربة حرة مما كان حلو قاوي لصالح النادي الأهلي فاول من الأماكن اللي تقدر تغير بيها النتيجة قرات السابت هنشوف منتفقين هيعملوا عليها إيه فخري والزياد ومحمد أشرف اللي جاي لهم من الجبهة الشمال الدفاعية اتنين أربعة خمس تعيبة موقفهم زياد أسامة اللي طلع قرة في منتهى الجمال مع نهاية الشوت الأول زياد أسامة كان يبقى الهدف الثالث للنادي الأهلي هنشوف مين اللي هيلعب هل زياد عدلته ولا يسيبها الأشرف أشرف إنما تصطدم بكريم عبد الحق اللي رجع فيه الحقيقة البشري عايز يحصالها رضا محمد فعلا يعمل عليها مجود كبير قوي ويمشيها ليه محمد حسام بيسو كابت ناد الزمالك يطلعوا تاني قرة أمامية هناك محمد طارق موجود قدام الثمنتاشر هو اللي يطلع علي عمر يرجعها الورا إنما يرتد حسام أشرف على وسط ملعبه وهو اللي يقطع الكورة احطاه على جنب حسام في الطرف اليمين يخدها محمد فاخري من النادي الأهلي ويزبطها عند علي عمر تمريرة أمامية جندا مش لحد خالص تطلع برا الملعب يبقى قلنا تبدلين من برة إبراهيم محمد في ناد الزمالك محمد نصير بقى في تشكيلة النادي الأهلي ملعوبة كرة مرة تاني من كريم صعد الله للزياد أحمد سيد غريب يستلم ويلف ويلعبها تاني إلى كريم هيطلع الطرف اليمين أحمد عبد النبي بيبص أحمد عبد النبي يشيلها حلوة أوي يا ولدي العيب للزياد طارق عاوز يستلمها ويدخل بيها لجوة إنما تكتل دفاعي خلصوها المرادة عن طريق حاتم محمد اللي بيطلع قدام عند إبراهيم محمد واحد من هدفين الفرقة على فكرة إبراهيم اللي لسه نازل جاي بخمس تجوان تاني الهدفين بعد يوسف أسامة نبيه إبراهيم اللي هيشتغل في الطرف الشمال الهجومي طاولة أمامية من جلال فارس يسقط هناك عند الزياد طارق المحرك الهجومي من الطرف اليمين ولكن جاي معايا حاتم محمد اللي عامل عليه الرقابة وبدأ يقرب قوي من زياد طارق ما يدهوش فرصة لأن أول ما يستلم على طول بتحس بالخطورة قول تسدد واحدة في نهاية الشوت اللي تقلق فيها الزياد أسامة حارس المرمى ملعوبة كرة مرة تاني ولكن برى الملعب إلى رمي التماس أول خمس دقائق بداية هادية من هنا ومن هنا كريم صعد الله يلعب لمحمد نصير مش شايف أن أحمد أشرف في الملعب هيدخل نصير هو اللي يقوم بواجبات أحمد أشرف كابتن النادي الأهلي يبقى نصير جنب كريم صعد الله ودي محمد فخر يقرب منهم يرجع تاني الوراء هاني عمر عند حمز علاء اللي كان اشترك في الكرة اللي كانت في آخر خمس دقائق مع أحمد عبد النبي وهم اللي حلوا الهجمة الخطيرة للعيبة نادي الزمالك محمد إبراهيم ماشي بيها عايز يدخل الثمنتاشر يتلم عليه المدافع هاني عمر وجاله كمان أحمد عبد النبي قادي بودلاء نادي الزمالك بيعملوا عملية الإحماء خلف مرمى النادي الأهلي اللي موجودين بقى محمد جميل ومصطفى خالد وأحمد بطيب مصطفى طارق مصطفى وأدهم الخواجة ومعهم طاهر الشام وعلي خالد ومحمد عوض الناحية التانية موجود بودلاء النادي الأهلي عاصم سليم ويوسف محمد وأحمد نبيل وطاة محمود أحمد عربي حسام ياسين عمر رزق وصالح نصر ولعب محمد مصير مع بداية الشوت التاني عايز يطلع لي قدام هاني إنما طلعت الكرة برة خارج الخطوط إلى رامي التماس جاي من وراء حاتم محمد يلعب على طول إلى إبراهيم من حاتم لإبراهيم محمد جاي لهم وبيقرب منهم محمد الخضري تلاتة على تلاتة مش يبقى كويس أو إبراهيم محمد شكله لعيب كويس الراجل على فكرة الاستلام بتاعه الثقة كده أول لمسة ببال للعيب على طول وهنشوف هيبدأ يشتغل على جابهة أحمد سيد عبد النبي الباكي اليمين في تشكيلة الكابتن محمد شرف اللي موجود في المنطقة الفنية قدامنا تتلعب الكرة مرة تاني راجع لورا يقدم خدماته الدفاعية زياد طارق تماس من نفس المكان لسه محدش قرب جاية هوة محمد الخضري إنما يستلم إبراهيم محمد طلعت الكرة برة قبل ما تروح لإبراهيم مشاور الكابتن أحمد الغندور لقلت لحضراتكم عامل لقاء لغاية دلوقتي طيب وقلت لقاءات الأهل والزمالك في أي مرحلة سنية لها شكلها ولها الحساسية بتاعتها أن أنت تجيب حكم دولي كبير هو اللي يحكم لقاء دور الشباب حتى لو كانت أرقام النادي الأهلي هو المنافس على قمة الجدول مع طلاع الجيش نادي الزمالك بعيد شوية الموسم الحالي بصراحة بعيد أوي بكل أمانة ملعوبة كرة تاني عند كريم صعد الله لفه ورجع لورا إنما في أماكن في منطقة الخطورة في التلت الأخير في ملعبه حمزة علاء يطلع ويشتت لقدام في اتجاه زياد طارق إنما يردها تاني حاتم محمد قدام المنطقة كريم صعد الله خنقوا نفسهم لعبة الأحمر في التلتين متر الأخيرة كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين نجم مصر والنادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم اللي بيتابع اللقاء من الملعب ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر اللي بيستضيف لقاء الإسبوع رقم اتنين وتلتين كعب كرة مرة تاني عند رضا محمد رضا قفلوا تماما على رضا اللي قلتوا واحد برضو من لعيبة تماما محمد أشرف لعب الجبه الشمال قدام منطقة الجزاء محاولة يوسف أسامة يعدل على شماله إنما تزديدة بعيدة زبط وعدل وسدد قادي بودلاء النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا ورفاقه بقى اللي ظهروا على الكدر لعب صالح نصر اللي عامل ستايل كده الرجل في شعره قادي كورة وهجمة يوسف أسامة كورة للاطاشة بشماله زبطها لنفسه قدام المنطقة ولكن تعلى عن مرمة حمزة علاء تماما في وسط الملعب من جديد رضا محمد قلت لقاء الاتحاد والجيش يترقبوا النادي الأهلي وجهازه الفني اللي هيفرق معهم كتير أي نتيجة سلبية للجيش في الصراع المقدمة وآخر أسبوعين الأسبوع اللي جاي هيبقى لقاء قمة حقيقي رقمي بقى الأهلي والجيش أول وثاني المسابقة قلت النادي البترولي نادي أمبي يجي وراهم بتسعة وخمسين نقطة قبل لقاءات المرحلة اللي احنا بنلعبها تمريل عمامية يوسف أسامة بكعبه لردى محمد إنما مقطعها مرة تانية اللي انطلاقها موجودة من محمد أشرف يطول لقدام في اتجاه علي عمر تمركز دفاعي يردها حسامة عبد المجيد إنما على منطقة وسط الملعب تمرير يخدها ويزبطها أحمد عبد النبي تمرير حلوة يا ولد يلعيب في المكان الفاضي ليه علي عمر إنما يفقد الربط والكيميا مع أحمد سيد غريب ويضيعه الهجمة مش راضي كابتل محمد شرف عن الأداء يمكن قلت بعد الدقيقة تلاتين كان تراجع شوية الأداء الأهلاوي وناد الزمالك عمل هجمتين في منطقة الخطورة ولكن آخر تلات دقايق الأهل عمل لعبتين كان قريب إنه هو يجيب الجون التالت من الضربات الركنية اللي جات له وراء بعض أربع ضربات ركنية في الدقيقتين وتزديدة كمان للزياد طارق في الوقت المحتسب بدل الضائع لعبة القدام عند علي عمر ويه حسام عبد المجيد بيحلق عليه تطلع برا إلى ضربة مرمة كان مدي فاول هنشوف ولا بيقول له رجع لورا ضربة الحرة من ورا كابتن أحمد الغندور مديها ضربة حرة فاول لصالح حسام عبد المجيد شايف أنا تبدلين هينزل مصطفى طارق مصطفى وعلي خالد وخرج رقم تمانية محمد الخضري وخرج رضا محمد كمان يبقى نزل هوت علي خالد اللاعب رقم اتنين وعشرين ويه مصطفى طارق مصطفى رجع من إصابة على فكرة مصطفى الفترة الأخيرة وأول ظهور لي بعد ما تعافى من الإصابة هنشوف هيقدمه إيه بقى في تشكيلة الأبيض النهاردة و منطقة وسط الملعب والخط الأمامي اللي متأخرين لغاية دلوقتي نادي الزمالك بهدفين أمام النادي الأهلي وعايزين يغيروا من وقع الأداء الهجومي ولكن تشكيلة محمد شرف لغاية دلوقتي عاملة مباراة جيدة جدا سواء على مستوى التنظيم في مناطق وسط الملعب دفاعيا مسيطرين تماما على الأمور عشان كده قلنا ما شفناش أي تهديد مباشر لمرمى حمز علاء باستثناء اللعبتين اللي اتكلمنا عليهم وكان المدفعين بيخلصوا قبل ما يعمل الخطورة يوسف أسامة نبيه أو كريم عبد الحق قبل ما يخرج من الملعب قادم حمد فخر مدينا ظهره ثلاث تبديلات لنادي الزمالك لغاية دلوقتي وإحنا في الدية 58 من أحداث المباراة 13 دي أن الشوت التاني الأهل بيدور على جون يطمنوا تماما عن نتيجة ويبدأ يفكر بقى في اللقاء اللي جاي اللقاء الصعب محمد فاخري يسيطر على كورته ويليف ويرجع لورا هاني عمر يفتح الملعب إلى جلال فارس يجي لهم محمد نصير اللي لعب مكان أحمد أشرف مع بداية الشوت التاني حمزة علاء تقلش منه ممكن تعمله مشكلة إنما تطلع بره إلى ضربة روكنية قلشت من حمزة علاء وياخد منها ضربة روكنية كان مكمل ورايح لها محمد حسام بيسو كابت النادي الزمالك فيه مواجهة اليوم هيسيبها محمد حسام ويقرب من 18 يبقى عمل تبدلين الجهاز الفني بوجود مصطفى طارق و علي خالد تلعب الدربة الركنية علي جندا بعيدة تماما لسه جاية هوات يوسف أسامة يوسف أسامة نبيه ما قدرش يخلصها تطلع منه بره إلى رمي التماس رمي التماس لصالح أحمد عبد النبي ورايب منه كنم سعد الله يرجع بيها لهاني عمر في المنطقة الدفعية قلت لعبة النادي الأهلي بينقله القرى في أماكن في منطقة الخطورة قدام 18 حمز علاء ولو ضغط لعيبة الأبيض أو أي منافس ممكن تعمل لهم مشكلة غلطات المدافعين آه ده أحمد سيد غريب رجع محمد حمدي ويحط السن الجزمة وضربة ركنية لصالح النادي الأهلي إنما الأداء في الشوت التاني أقلب كتير للأهلوية عن بداية المباراة اللي كانوا بقول لحضراتكم مسيطرين في مناطق وسط الملعب وعملوا هجمات في منطقة الخطورة وترجموا بجونين بدري إنما الشوت التاني لسه مفيش هجمات خلال 14 ديال اللي تلعبوا مؤسرة أو هجمات شارسة على مرمى زياد أسامة محمد فخري يستلم عدى بيقى ومشل نفسه كويس يلعبها لمحمد أشرف إنما يطلع مرة تاني الدفاع إحمد سيد عبد النبي بيبص إنما غير رأيه بعد ما كان هيلعب له قدام يحطها الحمز علاء اللي بيطول أمامي يلغي بيها مراحل التحضير في اتجاه أحمد غريب زياد طارق زياد خد الكرة ومشي بيها إنما مرة تانية ضغط الزمال كاوي إلى إبراهيم محمد إبراهيم محرك الهجوم من الجبهة الشمالي اللي دفعوا به مع بداية 45 دقيقة تانية خدها تاني لعبة النادي الأهلي وعلى الأرض هنشوف لعب نادي الزمالك أحمد سيد غريب هيطلعها برة حاتم محمد هو اللي واقع حاتم إن شاء الله يقوم ما فيهوش أي حاجة حاتم ساعة لعبة بالتمام والكمال أحمد نبيل كوكا لعب الجبهة الشمال هيبقى تبديل لصالح النادي الأهلي في الأوقات اللي جاية قدامنا هو تحمد نبيل بيبقى موجود مع الفريل الأول على طول على فكرة في تدريبات الفريل الأول طبعا أحمد نبيل كوكا ونصير نزل قلت لحضراتكم مكان أحمد أشرف وبيستعد صالح ناصر كمان إنه هو ينزل تكون تبديلات محمد شرف في الأوقات اللي جاية هيدفع بالسوناء أحمد نبيل وصالح ناصر كابتن محمد سابت قدامنا الرجل اللي دفع بتلت أوراق برضو علا وعاسى إنه هو يغيروله الشكل في المناطق الأمامية كابتن هاني خيري المساعد بيتمم كده على التبديلات خارج على عمر صاحب الهدفين في لقاء اليوم يبقى خارج على عمر قدامنا قادي حاتم اللي كان بيتعالج هينزل تاني زياد طارق خارج من الملعب يبقى زياد خارج وخرج على عمر مسجل هدفين المسلم الحالي زياد طارق علي عمر وصل لعشر أهداف في الجنين اللي جابهم النهاردة اللي أربع اللي كانوا بدقين في المناطق الأمامية مسجلين واحد وتلاتين هدف رقم كبير زياد طارق وفاخري واحمد سيد غريب وعلي عمر اللي خرج والزياد كمان خرج مسجلين بالجنين بتوع النهاردة واحد وتلاتين جون من إجمال أهداف الأهلوية في الموسم الحالي خلينا نشوف فقط تبديلات الوقت اللي جاي حس كده أن الأداء هبط شوية فيه المناطق الأمامية شرف عشان كده دفع بصالح نصر يبدأ يشتغل من منطقة وسط الملعب ومعاه كمان كوكا يكمل في المناطق الهجمية قادة عرضية في منطقة الخطورة قدام التمنتاشر حاتم تزديدة إنما تصطدم بضهر كريم سعد الله تروح الناحية التانية يوسف أسامة نبيه يوسف عرضية موجودة داخل التمنتاشر الغندور قريب بيقول كم يلعب مفيش أي حاجة لسه الهجمة قائمة قدام صندوق حمز علاء ياخد أحسام عبد المجيد اللي جاي من المناطق الدفعية عدى بها كويس قوي ويلعبها في الطرف الشمال انطلاقها من حاتم انطلاقها عاوز يلعب ويدخل في العمك إنما كان مكمل معه إبراهيم محمد تطقطع الهجمة ياخد النادي الأهلي من جديد أحمد عبد النبي يلعب لأحمد سيد غريب يوقف اللعب الحكم عايز يلعب بسرعة علي خالد إنما شاورة هوة الغندور كان وايع برة أحمد عبد النبي ينزل مرة تانية لاعب الجبهة اليمين في تشكيلة النادي الأهلي إبراهيم محمد إبراهيم ماشي بيها وبيعدي بكعب رجله حلوة إلى حاتم يلعب العرضية حاتم محمد عرضية في منطقة الخطورة خطيرة مش ممكن جول 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 هدف لنادي الزمالك 2-1 الهدف ده هيقهرب المباراة مرة تانية حسام أشرف يسجل هدف لي الزمالك يقرب النتيجة لـ 2-1 يبقى دقيقة 64 قادة العرضية اللي اتعاملت داخل الصندوق لعيبة النادي الأهلي ما كانوش متمركزين بشكل جيد واتعاملت من الناحية التانية واقف الراجل خالي تماما من رقابة هاني عمرة وجلال فارس ويستغل الخطأ الدفاعي قلت لحضراتكم بداية الشوت التاني مختلفة تماما للنادي الأهلي ودت فرصة للعيبة نادي الزمالك ان هم يتواجدوا ويروحوا على الـ 18 وقدروا ان هم يسجلوا هو من الخطأ والفراغ الدفاعي اللي كان موجود قدام حمزة علاء حارس المرمى يبقى حسام أشرف يقرب النتيجة 2-1 قام هو تجهاز الفني بقى يتكلم بعد ما قربوا كده بالجون اللي جابوا حسام وعملوا تبدلاتهم من برة بوجود علي خالد ويه مصطفى طارق مصطفى ومن قبلهم إبراهيم محمد والناحية التانية كابتن محمد شرف اللي حس كده ان المنطقة الأمامية عايزة شغل في الوقت اللي جاي بعد ما قال للمجهود البدني العلي عمر ويه زياد طارق دفع بصالح نصر واحمد نبيل كوكا تلاعب الكرة مرة تانية محمد أشرف يطاول اللي قدام يردها محمد حمدي اللي التزم تماما بالحتة اللي قدام التمنتاشر محمد حمدي اللاعب رقم 44 خلاص أبراهيم محمد في منطقة الخطورة التمريرة في اتجاه حسام أشرف صاحب هدف فرقيته الوحيد لقاء الدور الأول كان انتهى واحد واحد والالتنين اللي سجلوا مش موجودين على فكرة في التشكيلة الأساسية في اللقاء اليوم سواء بطيب لعب نادي الزمالك أحمد بطيب أو النحية التانية حسام ياسين موجود على دكت بودلاء النادي الأهلي وأيضا أحمد بطيب موجود على دكت بودلاء نادي الزمالك أصحاب الأهداف في لقاء الدور الأول تلعب الكرة مرة ثانية في اعتقادي فيه ضربة حرة اشتراك جامد قوي هيبقى فيه فاول لأحمد نبيل فاول لصالح كوكا ضربة حرة في منطقة وسط الملعب قادل لعبة اشتراك جامد من مصطفى طارق لعب الوسط رقم 15 خدها مرة تاني حسام أشرف بيعمل تحرقات دلوقتي حسام قدام المنطقة سواء بعرض الملعب بيجي من الطرف الشمال ومرها تلاقيه في العمق هو الفروض الرئيسي بتاعهم والتحرقات دي بدأت تعمل خلخلة في وجود إبراهيم محمد معاه اللي بيجي على طول من الجبهة الشمالة هو هيضغط على أحمد عبد النبي وفعلا الضغط يخلى عبد النبي يطلع برا إلى رمي التماس اتنين واحد النتيجة دي 64 قربوا بجون لعيبة نادي الزمالك عن طريق حسام أشرف والأهل كان متقدم عن طريق علي عمر اللي خرج ونزل مكانه صالح نصر جلال فارس يمشيها إلى هاني عمر يطول لقدام بدأ يظهر هاني عمر بعد رحيل محمد مغربي قلب الدفاع الرئيسي إلى الدور التشيكي انطلاقة حاتم محمد حاتم الزمالك أفضل بكتير الشوت التاني عرضية إنما بدماغه يطلع على طول محمد أشرف إلى دربة ركنية بكل أمانة تطور أداء نادي الزمالك في الشوت التاني وآخر عشر دائم من الشوت الأول لما بدأوا يظهروا على 18 وصندوق حمز علاء مرتين ثلاثة وضرب ركنية المراضي حاتم محمد جه من الجبهة اليسر عشان يلعب برجله الشمال وتلف معاه أحمد عبدالغاني المساعد جنبه اللي واقف ده المساعد التاني تتلعب العرضية داخل المنطقة محمد حمد جاي قلب الدفاع إنما يشيل ويطلع مرة تاني من قدام حمز علاء ويرجع ياخدها صالح نصر تطلع بره خارج الخطوط إلى رمي التماس رمي التماس محمد طارق هو اللي جاي عشان يلعب اشترك في أخطاء الهدفين للأهلوية في الشوت الأول محمد طارق عرضية يتكلم حمز علاء كويس مع زميله عشان كده سابوله الكرة لازم لغة التفاهم حرس المرمى وآخر لعيبة قدامه طلع بدماغه مرة تاني محمد حمدي في وسط الملعب بدماغه علي خالد تمريره عندي يوسف أسامة نبيه يوسف أسامة هيشيل بعرض الملعب إنما تلف منه وتطلع إلى ضربة مرمى ضربة مرمى عند حمز علاء تبدلات لغاية دلوقتي ما غيرتش حاجة من واقع الأداء داخل الملعب سواء كوكا أو صالح نصر أو محمد نصير قولت لحضراتكم الشوت الأول كان أفضل بكتير لتشكيلة محمد شرف تتلعب كرة تاني طويلة أمامية يرد علي خالد اللي جاي في الدائرة دلوقتي بدأ يشتغل في الأماكن اللي كان فيها الخضري وي كريم عبد الحق جلال فارس يحلق على الكرة لغاية ما يطلع حمز علاء ويمسكها يلعب على طول حمز علاء في اتجاه محمد أشرف اللي بيطول لقدام عند صالح نصر صالح يدوس على الكرة لعب برضو مهاري مع محمد طارق مستايبو يزوقها برا الملعب إلى رمي التماس اشتغل محمد طارق هو فتح في الجبع اليمين بدأ يقفل المكان اللي كان فيه محمد رضا قبل ما يخرج من الملعب وياخد منها قاوت محمد أشرف يلعب على طول إلى نصر يلعب نصر داخل منطقة الجزاء محمد حمد يطلع ويشتت من قدام زياد أسامة حرس المرمى يردوها تاني لعبة النادي الأهلي كرة عالية رايحة وجاية بدون أي مشاكل الهجمة المرتدة مستنيها دلوقتي يصف أسامة وابراهيم محمد وحسام أشرف الثلاثة المكلفين بترجمة التعليمات الهجومية للجهاز الفني الزملكاوي وقلت الجون ده يوتر المباراة باين هو على كابتن خالد بيبو كابتن شريف عبد المنعم قلت لحضراتكم اللي بيتابع من الملعب محلل الفني لقناة النادي الأهلي كابتن شريف عبد المنعم واحد من نجوم الكرة المصرية الكبار دربة حرة حسام عبد المجيد وصلنا لديها واحد وسبعين يلعب ويعلق عرضية النمو ضربة الرأس سهلة في ييد حمز علاء شوف قلنا اسم حمز علاء اللي خد شارة الكابتن بعد ما خرج أحمد أشرف لعب الوسط قلنا اسمه كم مرة في الشوت التاني ترجمة على واقع الأداء الهجومي لنادي الزمالك والدفاع لنادي الأهلي ضربة حرة عند محمد فخري كل الأمنيات الطيبة للفري الأول للنادي الأهلي وصل النهاردة للمملكة المغربية أشققنا الشعب المغربي الحبيب لعلاقات الطيبة على مستوى الشعوب على مستوى الأندية ما فيش الكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده عشان مباراة ولا ضرب الجزاء والإعلام اللي بيعمل لنا مشكلة جمهور الأهلي ضغط عليه عشر ده مبارح خلى الإعلام داي فرفر خليه فرفر تنقى بالعرضية خطيرة خطيرة مش ممكن أحمد نبيل كوكا في منتهى الخطورة اللي فاتت دي هاجمة خد قادي لعيبة نادي الزمالك بيكلموا بعض كورة كانت ممكن قريبة من التهديف عرضية عملها كويس قوي محمد أشرف إنما خدها كده بدون اهتمام كان لازم يهتم بيها أكتر من كده أحمد نبيل كوكا ويشتتها على طريقة المدافعين كأن بيطلعها بره الملعب إنما أول هاجمة تقدر تقول عليها قريبة من التهديف لصالح النادي الأهلي في الشطي التاني من الكرة السابتة اللي عملها محمد أشرف بشكل كويس قوي ولكن بشكل غريب أحمد نبيل يضيعها ترجع كرة مرة تاني من حاتم محمد أمامية طويلة يدخل لجوه محمد أشرف اللي لسه عامل العرضية ويريحها لحمز علاء أقل من 18 دي على نهاية الوقت الأصلي والمباراة 2 واحد قمة الشباب موليد 2001 الأهلي والزمالك على ملعب الأهلي بمدينة نصر آخر أسبوعين من المسابقة الأهلي فيه منافسة شرسة مع طلاع الجيش متصدر البطولة بفارق نقططين عن النادي الأهلي قبل مواجهات الأسبوع رقم 32 مرة ثانية عرضية من مصطفى طارق مطوع الكرة من جديد ياخدها صالح نصر طالع وزايد لقدام ضغط علي محمد حمدي ويطلعها عامل الشوت الثاني بشكل كويس قوي محمد حمدي لعب رقم 44 لقلتوا لحضراتكم في طريقة اللعب كان هو الليبرو المقلوب إنما التزم تماما جانب حسام عبد المجيد ومحمد طارق بدأ يجي من الجبهة اليمين التعديلات الدفاعية في تشكيل لتنادي الزمالك بداية النشوت الثاني تتلعب مرة تاني حمد حسام بيسو دفع جندا قوي لمحمد أشرف آده هو توقيع محمد أشرف وبيتكلم مع أحمد الغندور رايح لحسام سنتر فيروت نادي الزمالك صاحب هدف في رقيته الوحيد لغاية دلوقتي ضربة حرة يا طرى بيفكر فيه الكابتن شرف ويا طرى بيكلم مين الكابتن محمد سابت صالح ناصر يزحلة وياخدها كويس قوي بيسو محمد حسام إلى حسام أشرف في وسط ملعب إبراهيم محمد يقرب منهم يغيروا تجاه اللعب في الجبهة الشمالي الأكتر تأثير اللي فيها حاتم محمد إنما تطلع برا خارج الخطوط إلى تماس أهلوية أحمد عبد النبي عمل الشوط الأول بشكل جيد أحمد عبد النبي في وسط الملعب أحمد نبيل كوكا يرضى بدماغه إنما يسيطر عليه مرة تاني ويلعبها حاتم إلى مصطفى طارق مصطفى طارق يمشيها الأدام ورخد مكان بعد ما سلم مصطفى طارق ترجع من حسام أشرف ليوسف أسامة نبيه إلى حاتم محمد تطلع برا الملعب بقى اللعب كتير خارج الخطوط دلوقتي شوف رمي التماس كم مرة هنا وهنا تكتلات اللي موجودة من اللعيبة وبيضغطوا سواء من الأبيض أو الأحمر قبل ما يوصلوا المناطق الخطورة فاللقاء بقى بابين التمنتاشر والتمنتاشر بدون هجمات حقيقية على كلا المرميين حتى لو نادي الزمالك تطور أداءه نسبيا عن الشوت الأول تلعب مرة تانية من بيسو في اتجاه حسام أشرف إنما يقع على الأرض محدش جي جنبه أحمد نبيل كوكا اللي دخل جنب محمد نصير في منطقة وسط الملعب وكريم سعد الله تروح هناك عند محمد طارق أهوت اللي بدأ يشتغل زي ما قلت لحضراتكم في الطرف اليمين محمد طارق طويلة أمامية تاني يردها محمد أشرف من الناحية العكسية إلى محمد طارق يوسف أسامة نبيه عاوز يطلعوا إنما فيه راية من المساعد أحمد عبد الغني وقرار لصالح النادي الأهلي وقع على الأرض محمد أشرف هيقوم سليم ما فيهوش أي حاجة ربع ساعة على نهاية المباراة هدفين في الشوت الأول لعلي عمر مهاجم النادي الأهلي في الديئة 11 والديئة 12 وهدف في الديئة 64 لحسام أشرف لعب نادي الزمالك محصلة المباراة تلت جوان اللي قدامنا أحمد نبيل كوكا يضغط عليه من يوسف أسامة نبيل اللي عامل مجود كبير يطلع مرة تاني جلال فارس إنما هاني عمر يطلعها بدون أي فلسفة قبل ما تعمل له مشكلة إلى خارج الملعب إيه دي هاني عمر قدامنا لقولت لحضراتكم بدأ يحتل مكانته في المناطق الدفاعية بعد رحيل مغربي تلعب تاني عند محمد طارق زحمة في الجبهة الشمال اللي فيها محمد أشرف ويطلعوها برا إلى تماث راجع لورا صالح نصر عشان يساعد زميله حمز علاء بينادي عشان يلعبه ويطلعو القدام بسرعة عاوز يعمل الهجمة المرتدة إنما يلعبها في اتجاه حسامة عبد المجيد يوقف الكرة بشكل حلو يمتصها يلعب على طول عند حاتم محمد إنما بيطلعها برا حد ويع على الأرض ولا إيه هنشوف حد ويع فعلا على الأرض حاتم محمد لعب نادي الزمالك اللي بيطلع الكرة إلى خارج الملعب وقلت لحضراتكم النهاردة كان فيه روح طيبة بين اللعيبة مين اللي يقع هنا أو هنا حتى لو الكرة مع لعبة النادي الأهلي كانوا يطلعوها لعبة نادي الزمالك طلعوا الكرة ولعبة النادي الأهلي وقعين خلال السبعة وسبعين ديئة ما فيش أي مشكلة الحمد لله وإحنا في شهر رمضان في قمة الشباب على ملعب النادي الأهلي أصحاب الاربعة وستين نقطة في منافسة مع طلاع الجيش اللي عنده ستة وستين نقطة وعنده مواجهة مهمة النهاردة أمام الاتحاد السكندري أحد الفرق اللي موجود على فكرة في المقدمة برضو الاتحاد باثنين وخمسين نقطة في المركز الخامس يعني مباراة صعبة على الجيش زي ما النادي الأهلي عنده مباراة صعبة أمام نادي الزمالك اللي قدام حضراتكم أحمد غريب يستلم مرة تانية اختفى شوية أحمد سيد غريب خلال الشط التاني تروع عند محمد طارق طويلة أمامه من محمد طارق إلى مصطفى طارق من محمد طارق إلى مصطفى طارق مصطفى برا الملعب إلى رمي التماس يلعب على طول طارق لطارق من محمد طارق لمصطفى طارق تطلع منه إلى خارج الملعب على مهله خالص محمد أشرف أحمد نبيل كوكا يرجع لورا كوكا عند جلال استلم جلال ضغط الزمالكاوي بمصطفى طارق ويوسف أسامة تشتيت من محمد طارق أمامية من قدام المنطقة هاني عمري يطلعها عند أحمد غريب إنما يسيطر على الكورة حاتم محمد واحد من اللعبة اللي قدت بشكل جيد حاتم محمد لعب الجبهة الشمال بداية من الشوت التاني فاول محمد فاخري ماسك الكورة إنما الفاول على لعبة النادي الأهلي هيطلع لعابته لقدام حسام عبد المجيد ويلعب الطويلة الأمامية قادي حسام فعلا يعلىها قدام التمنتاشر ضربة رأس من يوسف أسامة إنما تروح سهلة عند حمزة علاء قربنا مديئة تمانين عشر ده وقت صعب جدا على كلا الفريقين وبنقول عليه وقت اللي لا عودة الأهلي يجيب جون يأمن النتيجة ونادي الزمالك لو جاب جون هيبقى صعب بقى هتلاقي مباراة من نار الوقت اللي جاي صالح ينطلق صالح نصر صالح نصر إنما محمد طارق يوصل القرى في اتجاه جلال فارس إنما يقع على الأرض استضام ما بين جلال ومصطفى طارق اللي قلت لحضراتكم لسه راجع من إصابة ولكن قرى مشتركة بين الاتنين اللعبة ما فيش تعمد سواء لده أو ده بأي إزائل التاني الاتنين اللعبين على القرى سواء جلال أو مصطفى طارق في اللعبة اللي فاتت سلامات سلامات لجلال فارس ومصطفى طارق حسام عبد المجيد وكوكا الاتنين كده اللي بيحايوا بعض بعد ما نزل كوكا في الشوت التاني محمد شرف وإحمد عبد الظاهر جهاز الفن الأهلاوي هيعملوا إيه الوقت اللي جاي والناحية التانية الكابتن منتصر الجدي مع الكابتن محمد ثابت اللي بينقلوا تعليماتهم اللي اتنين من جيل واحد محمد ثابت ومنتصر الجدي لعبوا كده في فترة التمانينات في قطاع الناشين والشباب مع جيل بقى حزم سمير وأسماء كانت موجودة محمود أبو الدهب لعب النادي الأهلي والمريخ بعد كده نفس الجيل دوت عمار معاس حرس المرمة جيل محمد ثابت ومنتصر الجدي الجهاز الفن الزملكاوي لغاية ما يقوم كده جلال فارس ومصطفى طارق نتمنى لهم السلامة لاتنين في مباراة النهاردة تفاوت الأداء ما بين الفرئتين في الشوت الأول والشوت الثاني ولكن طبقى النتيجة اتنين للنادي الأهلي بهدفين لعلي عمر وهدف وحيد قادل استضام والاتنين طلعوا في الهوى في اللعبة الأخيرة اللي لسه بيتعالج مصطفى طارق كابتن أحمد عبد الظاهر وكابتن محمد شرف اللي اتنين على فكرة كانوا قلبي دفاع في النادي الأهلي سواء عبد الظاهر في أحمد عبد الظاهر طبعا فرود النادي الأهلي اللي كان جاي من أمبي إنما ده أحمد عبد الظاهر برضو اللي كان موجود في فترة منتصف التسعينات في النادي الأهلي كرة صعبة كده الاتنين دخلوا فيها جلال ومصطفى السلامات للاتنين خلاص آما هوت وهنكمل أحداث المباراة بعد ما يخرجوا برة يتطمنوا عليهم الأجهزة الطبية تكلمنا على القدرات الهجومية للنادي الأهلي قبل مواجدة اليوم دي الكرة اللي كان عاوز منها دربة روكنية بتتعاد لعبة صالح نصر والزحلق عليه محمد طارق قلت النادي الأهلي بعد ما سجل الجنين النهاردة 64 جون تاني أقوى قدرات هجومية في المسابقة بعد نادي امبي رغم أن الجيش هو المتصدر المسابقة ولكن الاتنين أصحاب القطرة الهدفية التهدفية الفريق البترولي والنادي الأهلي امبي 67 والأهل 64 بالجنين بتوقع علي عمر هنرجع مرة تاني لأحداث المباراة طويلة أمامية على حدود التمنتاشر محمد حمد يطلع بدماغه يرد عليه محمد أشرف من الناحية التانية هن عمر يلعب بعرض الملعب إنما ياخدها يوسف أسامة عملها السيارة كده هن عمر لو طلع له قدام كان يبقى أفضل بكتير أو خارج الملعب تماما إن شاء الله ينزل يكمل جلال فارس ومصطفى طارق بدون أي مشاكل مصطفى طارق كان جاي من على الدكة وجلال بادئ المباراة من أولها أجاد تماما مع هن عمر في الرقابة الدفاعية يمكن الخطأ الوحيد لهم في التماركس في الجون اللي جابه حسام أشرف في الديا 64 دربة حرة حسام عبد المجيد قال بالدفاع جاي عشان يلعب الفاول اتنين قدام الكرة يطلع على طول أحمد نبيل كوكا من داخل الصندوق تروح الناحية التانية إلى حاتم حاتم محمد يلعب عرضية بدماغه يشيل كوكا اللي رجع وراء يشتغل دفاعيا لغاية ما يطمنه على جلال فارس ويرجع تاني لمكانه حتته محمد فخر يضغط على علي خالد إنما كورة في الهوى رايحة وجاية حدش قادر إن هو يسيطر ويبدأ بها هجمة رجع لورا نصير إنما ياخدها مصطفى طارق اللي نزله هول ملعب إلى حاتم عرضية من حاتم محمد طلع ويشتت مرة تاني هاني عمر يضغط عليها صالح نصر تمريرها لقدام في اتجاه أحمد سيد غريب إنما أعطاها حلو قوي مصطفى طارق ويلعبها إلى حاتم محمد اللي عاوزين يعملوا شغل من الجبهة الشمال خمس لعيبة من نادي الأهلي يقفلوا ويعملوا قتلة بشرية عشان ينهو المغامرة الهجومية اللي عابة نادي الزمالك اللي في الشوت التاني دائماً وأبداً كانوا بيشتغلوا من جبهة حاتم محمد مرة تاني محمد حمدي يطلع ويشاتت محمد أشرف من الجبهة اليسرى إلى خارج الملعب رمي التماس يختفى صالح ناصر صالح عاوز ياخد محمد حمدي ويروح به قريب من الركنية لعبة حلوة فخري خطير خطير مش ممكن بأداس مكلام هجمة في منطقة الخطورة النادي الأهلي مرتين في الشوت التاني يوصل لأماكن مؤسرة داخل التمنتاشر ودي برضو بيرجع الكرة كده هاني عمر كانت ممكن تعمله أزمة إنما حمزة عليها يكمل قلت مباراة هتبقى ملتهبة وهتتوتر فيه الدائل الأخيرة بعدما نادي الزمال الجاب جون في الدير 64 ترجع الكرة تاني عرضية من محمد طارق جمد قوي تطلع بره إلى ضربة مرمى إنما كرة محمد فخري كان قريب الراجل هنشوف الأعادة كده عملها له يا ولد يا لعيب تمريره إيه بلسم عملها له حلو قوي ودسع عليها محمد فخري كان لازم يبص بقى عاوز يعمل عرضية أو يحطها كده ويطمع فيها مرة واحدة ولكن الدفاع الزمالكاوي يحل ويطلع على طول لقدام في اعتقادي جلال فارس الراجل مش قادر يكمل من الاستضامة والخطة اللي كان اشترك معه مصطفى طارق من ثلاث دائل تقريبا آه دهوت جلال فارس سلامات يا جلال هيخرج جلال فارس النادي الأهلي دفع بتبديلاته محمد نصير واحمد نبيل ويصالح نصر هنشوف كده مش هيدر يكمل فعلا وهيلعب مكانه احمد عربي يبقى احمد عربي مكان جلال فارس اللي خرج مصاب واللي عمل مبارا جيدة جدا النهار ده جلال قلب الدفاع اللي اشتغل مع هاني عمر السنائي فيه التشكيلة الدفاعية لمحمد شرف تابق كورة طويلة أمامية عند محمد فاخري اللي كان ممكن يتعامل أفضل من كده في الهجمة اللي فاتت حسان عبد المجيد يفتح الملعب إلى حاتم محمد طويلة داخل التمنتاشر هبوط مفاجئ واضطراري قادة هوة الراجل بيقول هو مش مركز مش شايف وخلاص خد قرار اللعيب طالما حسنه مش قادر عشان ما يكلفش فرقته أخطاء والجهاز الفن والطب كمان حتى لو اللعيب عاوز يكمل هما بيبقوا قادرة بالحالة بتاعته يكمل ولا لأ خصوصا بقى الأماكن الحساسة الحتة الصعبة دي لعيب في قلب الدفاع تلايب الكرة مرة تاني لقدام أحمد عبد النبي يشيل أمامية برا الملعب من حسام عبد المجيد وجاي معا عبد النبي بيتطمن هوة عليه الجهاز الطبي دكتور حسن فاضل وكابتن محمد السيد تبديل أدهم الخواجة هنشوف بيسو اللي خرج ولا مين سلامات يا جلال آدي الكرة كرة صعبة بقول لحضراتكم اللي اتنين طلعين في الهوى وحاطت كمان رجبته معاه مصطفى طارق في الاستضام القوي مع جلال فارس قال لي من ديئتين على نهاية أحداث المباراة الأهل اتنين الزمالك واحد الأسبوع رقم اتنين وثلاثين آخر أسبوعين فيه الدوري العام للشباب لعب الكرة طويلة أمامية طالع لفوق نص خطيرة خطيرة إنما يطلع حمزة عليه وهنشوف الغندور يدي ضربة حرة يدي ضربة حرة كرة في منتهى الخطورة اللي فات الدية وكان فيه اقتحام داخل الثمنتاشر وإدى انذار هنشوف اللعبة مرة تاني قادل غندور اللي بيدي قرار بفاول وكارت أصفر بيتكلم محمد نبيل مع الحاكم إدى انذار في اعتقادي لمحمد أشرف في اللعبة اللي فاتت وضربة حرة لنادي الزمالك السواني الأخيرة وقت صعب جدا ضربة حرة مما كان مؤثر كان هيعمل انفراض في الكرة اللي فاتت أدهم الخواجة بعد نزوله هنشوف اللعبة هاي ولا يوسف أسامة نبيه هو اللي كان رايح يوسف أسامة وضغطوا عليه هاني عمر ومحمد أشرف واحتسبها كده الغندور ضربة حرة خارج منطقة الجائزاء يا دوبك ثلاثة أربع يارضات في منتهى الخطورة المكان ده حمزة علاء بيوقف الحواط البشري اتنين الأهل واحد الزمالك خمس لعيبة قدام الكرة حسامة أشرف على الفاول و يوسف أسامة نبيه وبيكلمهم محمد حمد اللي جاي من المناطق الدفاعية قاد حسامة أشرف اللي سجل هدف في رئيته الوحيد حسام يلعبها عليها بعيدة إلى ضربة مرمى عليها بعيدة من حسامة أشرف ضربة مرمى في النهاية كرة كانت موقفة قلوب الجهاز الفني للنادي الأهلي ومتركب الجهاز الفني للنادي الزمالك يعتبر يعني فرصة قريبة جدا مع السوال الأخيرة من الوقت الأصلي والعبنة كمان دي من الوقت المحتسب بدل الضائع ومزال الأهلوية متقدمين بهدفين اللي يخلوهم فيه المنافسة مع طلاع الجيش لغاية لقاء القمة الحقيقي بقى أهل وجيش الأسبوع القادم تركب من الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين كابتن شريف عبد المنعم اللي بيتابع أحداث المباراة ترفلت الكرة المصرية تلعب الكرة عالية طويلة أمامية على وسط الملعب مرة تاني محمد فاخري نصير تتلعب في اتجاه الجبهة اليمين أحمد سيد غريب خطيرة غريب غريب يسدد النمى محمد حمدي في منطقة الخطورة أحمد سيد غريب اللي بيسدد من الزاوية الديقة في كرة مهمة جدا مع الضيقة التانية من الوقت المحتسب بدل الضايع قاد اللعبة اللي اتعملت أحمد عربي يسندها ليه أحمد سيد غريب وتلم عليه ثلاث لعيبة اللي بيقفلوا كده الزاوية مع الحارس زياد أسامة ولكن تطلع إلى ضربة ركنية ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي جاي محمد أشرف من الطرف الشمال علي عمر صاحب الهدفين خرج من الملعب تتلعب ضربة ركنية على الأيام البعيد كله كان ضامم لجوة تروح هناك في الناحية العكسية محمد طري يحلق عليها ويسيبها إلى ضربة مرمة ضربة مرمة لصالح زياد أسامة هنشوف فيه تبديل الغندور بيشاور بره على الخطوط فعلا فيه تبديل أهوت هنشوف كده رقم ثلاثة يوسف محمد يوسف محمد تبديل للنادي الأهلي مع الدقيقة الثالثة من الوقت المحتصب بدل الضائع تبديل كده يهلكوا بيه ثواني ويرجع واحد في المناطق الدفاعية يقفل تماما الكابتن محمد شرف نزل يوسف محمد أهو وسحب أحمد سيد غريب وإحنا بنلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتصب بدل الضائع تلعب الكرة طويلة أمامية محمد حمدي يشيل له قدام في اتجاه حسام أشرف إنما يزبطها تاني أحمد نبيل كوكا كوكا إلى أحمد عربي كريم صعد الله كرة مشتركة في وسط الملعب يخلصها فيه الطرف اليمين ولكن فيه ضربة حرة فاول لصالح كريم صعد الله ويده إنذار لأدهم الخواجة اللعب البديل لسه نازل من 3-4 دقائق أدهم الخواجة ودي كريم اشترك معاه الرجل من الزحلة وداخل في رجله إنذار أقل واجب في اللعبة إيه اللي فاتت؟ أربع دقائق وقت محتسب بضل ضائع قادي ضربة حرة ضربة حرة لصالح النادي الأهلي بينادي على زميل يوسف محمد يطلعه لقدام آخر تبديلات الكابتن محمد شرف طويلة أمامية على حدود المنطقة حسام عبد المجيد يردها على منطقة وسط الملعب يوسف أسامة إنما يردها بدماغه مرة تاني محمد أشرف اللي دخل لجوه إلى أحمد عربي يخلصوها كويس أحمد نبيل ويحطها في الطرف الشمال عند صالح نصر هيجمد الكرة صالح نصر لغاية محد يجيله أحمد نبيل كوكا كوكا إنما تمريرة من أشرف مقطوعة هتتعمل هجمة في منطقة الخطورة يوسف أسامة يوسف أسامة خطير يلعب عرضية في منطقة الخطورة إنما يا ولد يا ولد يا ولد إنقاذ علامي من البديل يوسف محمد حلوة حلوة العرضية اللي فاتت وأحلى في التخطية الدفاعية من يوسف محمد اللي بيحل أكبر المشاكل الدفاعية على مرمى فرقيته في الشوت التاني هجمة كانت في منطقة الخطورة قطعت الكرة من ناحية محمد أشرف وتعملت هجمة عن طريق الخطير يوسف أسامة نبيه أحد أخطر الأوراق الهجومية تلعب مرة تاني إنما يحط فيها سن الجزمة وتطلع برة إلى ضربة روكنية من محمد نصير تركب بقول لحضراتكم إحنا في الديئة السادسة اللي كان نوقف سواء للتبديلات أو إصابة جلال فارس ومصطفى طارق إنما ست دقايق هوت تشوفت ضربة روكنية تلعبت ضربة روكنية طلع على طول الدفاع الأهلاوي وفاول قريب من القرى أحمد الغندور رفع رجله مع محمد نصير مهاجم نادي الزمالك زياد طارق والزميله برة كله بقول لحضراتكم واقف على أطراف أصابعه كل اللعيبة قادي جلال اللي خرج مصاب إنما الحمد لله الرجل طالما واقف كده منتبه للمباراة اتطمنا عليه ست دقايق بيتماموا الكمال وحمز علاء بيقول لعبته يطلعوا لقدام إنما تبديل للكابتن محمد شرف لما سحب أحمد سيد غريب ودفع به يوسف محمد اللي شلوا أخطر هجمة مع الداية الأخيرة تتلعب على طول عالية طويلة أمامية ولكن معاها صفارة الكابتن أحمد الغندور تلات نقاط مهمة للنادي الأهلي في قمة دوري الشباب يرفعوا رصيدوا إلى سبعة وستين نقطة في انتظار لقاء طلاع الجيش مع الاتحاد ولقاء القمة الرقمي بقى ما بين الأول والتاني الإسبوع القادم الأهلي وطلاع الجيش والمنافسة القوية على لقب دوري الشباب عشاء ومتابعي شاشة النادي الأهلي ساعدت بكم مع أحداث لقاء النهاردة مبروك للأهلي وجماهيره تحياتي محمد عفيفي إلى اللقاء شكرا شكرا